اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي حضراتكم ان نخذكم في رحلة عبر الزمن لبلد بتشبهنا كتير قوي دلوقتي نفس احوال البلد دي في السبعينات هي تقريبا نفس اوضعنا دلوقتي البلد دي بلد ميسي بلد مارادونا هي الارجنتين الارجنتين حصل فيها انقلاب عسكري في السبعينات دموي ومسكها جنرال اسمه خرخي في دلة الراجل اللي هتطلع صورته ده الراجل خرخي ده ما يخفرقش اي حاجة عن عبده بالضبط وقتل الرئيس المنتخي كل اللي حصل عندك حصل عندك بالرجل ده وموت ناس في استادات بالعشرات وقتل ناس ومجنون زي عبده عم الخرخي ده عشان يسيطر على الارجنتين اعتقل الاف المعارضين واتل الاف المعارضين اتل الاف الالاف واخفى الاف قصرياً وحكم الارجنتين بالحديد والنار وباعها برضو لشركات باع الشركات اللي في الارجنتين لشركات من برة وقال لهم برضو ما تسمعوش كلام حد غيري وقال لهم برضو انا انقذتكم من الرئيس المدني الوحش الكخة نفس الكلام اللي انت بتسمعو من عبده الراجل ده قاله في السبعينات هو هي النتيجة المعروفة بقى لكل حكم عسكري هي انهيار الاقتصاد انخفاض العمنة المحلية عشر اضعاف زيارة الاسعار خمسة عربين في المئة الاخر يعني اصبح وضع البلد بعد الراجل ده ما جاه كارسي تفكر بقى في دلة طلقته هو ده نفس الحكم العسكري يا ربي العساكر في العالم بيفكره بنفس طريقة قالك نعمل ايه البلد جعانة والشعب بيكوحوا طراب والدنيا منيلة ومفيش حاجة حصلت كويسة نعمل ايه نعمل حل سحري نلهي الشعب ده ونغسل سمعة النظام بتاعنا فقرر طبعا الارجنتين زي المصريين بيعشاؤوا الكورة قرر انه يستضيف كاس العالم لكورة القدم يستضيف بطولة كاس العالم لكورة القدم مع شوقة الشعب الارجنتيني وفعلا استضافها ما يا ربي نفس الجنون البلد مش لا يتاكل وده راح يعمل عاصمة ايه سوري راح يعمل كاس عالم نا يا عمد خلي السورة يا صالح خلي السورة خلي الناس تتفرج على الجنان البلد مش لايه زيت وسكر ومية وده راح يعمل اصور سوري قصدي ينظم كاس العالم البلد الناس فيها بتتقتل وبتختفي قصريا وده راح يستضيف قمة قصدي يستضيف كاس العالم عمك في دلة ده قرر ان الارجنتين مش بس تفوز بكاس العالم لا ده عافية زوء تفوز بكاس نفسه مش تفوز بس بالتنظيم لا تاخد كاس فصرف 700 مليون دولار وقتها على استضافة البطولة في الوقت اللي الشعب فيه كان بالحرف بيكوح طراب مش لايه اللقمة فكر لخيات كده ما اكتملت قصة في دلة الموام في دلة عمل حاجة غريبة جدا قالك هي ملاش حل عشان يبان قدام العالم ان الارجنتين دولة متقدمة وغنية وديمقراطية عمل ايه بقى هد بيوته الفقرة شردهم عشان ما يبانش ان فيه فقر للعالم تخيل يعني الراجل ده عشان الصحفيين ينزلوا والتلفزيونة تنزل الارجنتين مش عايزهم يشوفوا اي حاجة وحشة فهد البيوت بتاعت الناس الفقرة ووسع دائرة الاعتقالات اعتقل الاف المواطنين عشان ما حدش يعملوا دوشة اثناء البطولة وقرر يرشي الفرق المنافسة عشان يفوز بالبطولة شوف التقرير ده كده طب نعمل ايه بقى عايزين ناخد الكاز بقى ما احنا نظلنا البطولة وبقى للعالم ان الارجنتين دولة متقدمة عايزين ناخد البطولة والشعب يذكر في كرة القدم يعود له اربع خمس سنين سكران فيها المهم قرر يرشي الفرق المنافسة لو مش قادر تصدق يكفي انك تبص على مبرات الارجنتين والبيرو اللي كانت الارجنتين وقتها تطلع من البطولة لو ما فازتش عادي ما الارجنتين تفوز على البرو عادي يعني اين مشكلة لا لو ما فازتش عا البرو ستة صفر تخيل يعني الارجنتين عشان تكمل في البطولة لازم تفوز على بيرو ستة صفر يعمل ايه بقى رح نازل في دلة ده بنفسه لغرفة الملابس بتاعة فرقة البيرو ورشال لعيبة والفريق الاداري وفازت الارجنتين وقتها فعلا ستة صفر ستة صفر تخيل الارجنتين تفوز على البرو ستة صفر تفرج او لأ ومنتخب ايه تارنتيني وكبس يا خبراء بيض لكن لما انت شفت اللقطات دي اطلاحظ حاجتين اول حاجة ان الجمهور في الملاعف المدرجات سكرا فعلا الجمهور مش مع المعتقلين ولا مع الاخفاء القصري ولا مع اي حاجة في الدنيا دي اول حاجة اطلاحظها بس دي خادعة لان دون نفس الجمهور اللي هيعمل حاجة كبيرة بعد كده الحاجة التانية اللي هتلاحظها في الفيديو ده ايوا اشارة السودة اشارة السودة اللي اتحطت في كل حتة حتى على قوائم الجول نفسه تحت ايه تحت يعني في القوائم نفسها اهي ايوا في الاعمدة بتاعت الجول هتلاقي فيه شارة السودة تحت هي دي الشارة السودة دي يا حضرات دي كانت فكرة ثورية لمعارض ارجنتيني شاب اسمه ازكيل فلانتيني حي كده شغال كان في تنظيم البطولة قرر يعمل الشارة السودة اللي تحت اللي انت شايفها دي عشان يلفت نظر العالم للانتهاكات اللي بتحصل في بلده وطبعا العسكر ما اخدوش بالهم الا بعدما الصحف والتلفزيونات العالمية بدأت تسأل ايه شارة السودة اللي تحت دي فقال لهم انه هو اللي عملها وعملها احداد على ارواح الاف المعارضين والمختفين في الاجنتين اهو ده الايم بتاع الجول نفسه اتحط عليه الساين كده او اشارة سودة عشان الناس تاخد بالها كمان الراجل ده قال لهم على امهات ابناء المختفين قصرين اللي اتجمعوا في ساحة اسمها ساحة مايو وفضحوا انتهاكات العسكر في ايام البطولة ومقدرش النظام يعمل لهم حاجة دول الامهات الابطال اللي وقفوا في ساحة مايو يعترضوا او يوروا للناس اني ولادنا اختفوا قصريا ولم يظهروا بعد كده دول الامهات اللي اثناء كاس العالم اتجمعوا في ساحة مايو عشان يهتكوا عرض نظام فاشي النتيجة هي رضيحة عالمية كانت سبب في ضغوط على هفيدلة عشان يطلق صراحي السجناء ويسمح بالمظاهرات اللي اسقطته فعلا بعد البطولة بتلت سنين الحكاية الجميلة دي يا حضرات بتتكرر النهاردة بس شيل كاس العالم حط مكانها قمة المناخ شيل ارجنتين حط مكانها مصر وبدل فيدلة حط مكانه السيسي اللي حط ميزانية ضخمة جدا رغم الفقر والازمة الاقتصادية للبلد فيها عشان يستضيف كاس العالم اصدي قمة المناخ قادل خبره قمة المناخ استصمارات بمئة وثلاثة ملايين جنيه لمنظومة النظافة بشارم الشيخ تمهيدا لإعلانها مدينة خضراء البعد الفعلي لتنفيذ يونيو المغبل وخطط زمنية للجمع والنقل من الفنادق والميادين وسبع أحيان وكل ده لأنه بيحاول يغسل سمعته قبل قمة المناخ سواء بالتجهيزات أو بالإفراج عن بعض المعارضين اللي فضحوا ما يحدث داخل سجونه زي ما بتقول أشهر جريدة في العالم والستريت جورنال اللي بتقول اهو مترجم من الصحيفة بتاعة تيلوزيزة أفرجت مصر عن مئات السجناء السياسين هذا العام يقول البعض أنهم تعرضوا للتعزيم أطلق السيسي صراح السجناء قبل القب 27 الشهر المقبل في شرم الشيخ اتفضح يعني عربي بوست كمان كانت مترجمة خبر لأحد الصحف كانت بتقول اعترافات أحد المسجنين أعطوني زجاجة لأتبول فيها وسعقوني بالكهرباء شهادات مروعة لمعتقلين مصريين سابقين حول التعزيم بالسجن وده تقرير مترجم ترجمته عربي 21 الحقيقة نقلا عن صحيفة الولو ستريت جورنال الأمريكية اللي نشرت تقريرهم الجمعة اللي فات 7 أكتوبر أن هناك العديد من المعتقلين السياسين في مصر قد تعرضوا للتعزيم وأنه وذلك رغم مساعي السيسي لعقد مؤتمر المناخ وقالت حيث وصف الناشط السياسي التي زكت الصحيفة اسمه بحسن بربري تعرضوا في السجن للضرب المروع والحبس الانفرادي فترات طويلة إضافة إلى البقاء في زنزين صغيرة ومكتزة تفتقد للتهوية الكافية علاوة على عدم توافر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل وقال حسن للصحيفة أن الضباط أخبروا بأنه لن يرى الشمس مرة أخرى ثم ضعوا داخل زنزانة مع أكثر من عشر سجناء أخرين وقد ضرب حتى سالت الدماء من وجهه وأضاف نقلوني بعدها الحبس الانفرادي في غرفة دون تهوية كافية وأعطيت الزجاجتين واحدة لأشرب منها والأخرى أتبول فيها ده الحقيقة وكذلك نقل التقرير عن سجن سابق لم يذكر اسمه أنه روبطة وسعقة بالكهرباء ده الويلو ستريت جورنال عشان كده لمينا كل ده فيديو جراف رصد شهادات مروعة لمعتقلين سابقين ماذا رأوا وكل ما تقرر قمة المناه كل ما بتزيد التقرير الدولية في عالم الإنترنت والسماء المفتوحة اللي مش محتاجة الشارع السوداء على عرض الجون عشان تنبه العالم أن مصر دولة بوليسية خذ الخبر ده من موقع اسمه هو الموقع قدامك ده انترسيبت ده بيقول قمة عقد قمة الكاب 27 في الدولة البوليسية في مصر يخلق أزمة أخلاقية لحركة المناخ التقارير الحقيقة اشتغلت من دلوقتي أدئ من الصحفيون حتى السائحون أو السائحين واليوتيوبرز التصوير في مصر زنب يستوجب الملاحقة القانونية جريدة العرب الممولة كمان من الإمارات دخلت على الخط وقالت قمة المناخ اختبار سياسي داخلي وخارجي نظام مصري القاهرة تمنح دفع مع نوية الحريات وسط شكوك منظمات دولية في نواياها معرفش بيجري ليه دي صحيفة العرب الممولة إماراتيا فضيح السيسيم إجباسي في انتهاكات تخص المصريين لكن كمان التضييق على منظمات المجتمع المدني اللي عايزين يحضروا المؤتمر زي ما الجارديان بتقول لدي صوت نشطاء أفرق يكافحون لحضور محادثات الأمم المتحدة في المناخ ده لجارديان البريطانية الأسشيات بريس تكلم على خبراء الأمم والتحدة مصر تعرقل أو تعوق دور المجتمع المدني في قمة المناخ ده الأسشيات بريس مش بس كده كان فيه خبر عن أنه مصر تقود عمل المجموعات البيئية قبل قمة المناخ وده كان خبر من فترة يعني الـ 22 سبتمبر ده كان برضو نشر وترجم ده غير انتهاكات السيسي بحق المناخ نفسه زي ما موقع درج أعمل أنه في انتظار قمة المناخ مصر تقطع الأشجار وتعجل بغرق سواحلها ده الموقع كان نصد المدبحة بتاعت الأشجار اللي عملها السيسي اللي بيعمله السيسي خلى كتير من زعماء العالم مترددين في الحضور زي بايدن اللي جريدة الواشنطنوس تقريباً قالت هيحضر بعد كده البيت الأبيض بيقول قمة المناخ حضوره قمة المناخ ليس مؤكداً الواشنطنوس توقع حضور بايدن في شرم الشيخ ومتحدث البيت الأبيض قال غير مؤكد مش عارفين هيحضر ولا مش هيحضر ده حسب الواشنطنوس أو زي مملك انجلترا اللي أعلن خلاص عدم حضوره فتصدى له أحمد موسى ضمن حملة إعلامية في انجلترا على انجلترا اسم أحمد موسى أليه قبر كده هم بدأوا يحسوا أن بريطانيا عاملة حرب عليهم موسى أصلاً مش شايفاك يعني الانجليز أصلاً يا أحمد ما يعرفوكش الانجليز مليهين في الخيبة التيلة اللي عندهم كمان مقالات زي مقال الأستاذ سليمان جودة اللي بيكلم عن الغضب من بريطانيا بيقول سليمان جودة حشرت القاهرة كل أسباح من نجاح لمؤتمر المناخ الذي ينعقد في شرم الشيخ النوفمبر المقبل ولكن السيدة ليز ترانس رئيسة وزراء بريطانيا لا ترى عواقب تغييرات المناخ في العالم ولا حتى في بلادها نفسها ثم تتصرف على هذا الأساس العجيب دخل سليمان جودة على الخط يهاجم بقى انجلترا ويتهمها بأنها بلد عجيبة غريبة الخلاصة يا حضرات أنه مهما حاول السيسي يكذب أو يجذب على نفسه أو على شعبه فالعالم كله عرف حياته عرف أنه هناك وجه سفاح وأنه ممكن تكون قمة المناخ دي هي المكياج قلبة المكياج اللي هتجمل وش السفاح وأنه ممكن تكون قمة المناخ دي بدل ما هي مفرصة لإنقاذه يا حضرات حدش عارف قد تكون قمة المناخ اللي جاي في نوفمبر دي البداية لانهيار هذا السفاح محدش عارف إنما اللي احنا متأكدين منه أنه وجه الحقيقي انكشف على العالم اللي احنا متأكدين منه أن الأبوبة والأموم واللي بيعملها والحاجات والعواطف مع الستات كل ده زائف الحاجة الوحيدة اللي أنا عايز بس أقولها لكم إنه هذه الجرائم ما بتنتهيش بالزمن أنا واحد من الناس مود من قراءة أدب السجون عن مذكرات الناس اللي اعتقلوا حتى اللي اعتقلوا في ألمانيا أو في سجون ستالين في باريس في روسيا يا حضرات الجرائم دي بتسجل في كتب من أول الظابط اللي دخل على الراجل وخد ذهب مراته وخد الكمبيتراته سرق العربية الزباط دول وانتهاءا باللي حصل معاهم في السجن أو في السجون وحتى مرورا بالزعيم اللي كان وقتها كل ده بيسجل في التاريخ ارجعوا الكل اللي كتبوا مذكراتهم عن السجون هتلاقيهم سجلوا بالأسماء كل المجرمين اللي شاركوا في الجريمة دي ألا لعنة الله على أي بني آدم شارك في امتهان بيت حد وسرق الضهب مراته وامتهان حرمت بيته وشارك فيه أنه يمرمت هذا الشخص ويحرمه من أسرته سنوات بدعوة وطنية وكل ده كلام زائف يوما ما عبدالفتاح السيسي والذين معه هتكون فضحتهم بجلاجل أشوفك بعد القوصل أهلا بكم في أول حلقة من بداية الأسبوع من برنامج مص النهاردة النهاردة بتمر 12 سنة على ذكرى مدبحة مسبيرو اللي قتل فيها الجيش عشرات الأقباط المعتصمين أمام مبنى مسبيرو النهاردة ذكرهم بينما لم نسمع أي صوت رسمي لم نسمع حتى اعتذار من الجيش على هذه المسبحة كتب الأستاذ حسام بهجد حداشر سنة على مدبحة مسبيرو لصغار السن وضعاف الزاكرة هذا توسيق وتذكير بكل ما حدث أمام أعيننا مش بس يا أستاذ حسام أم عنا ده على الهواء مباشرة ده يعني كان مباشرة على الهواء المدبحة الحقيقة غير الفيديوهات اللي وسقطها وسقطها لوحد جرانيت على باب كنيسة في ربما في 6 أكتوبر واللوحة دي بتقول أو بتديني الجيش بتقول اللوحة هي إبرشية الجيزة الأقباط الأرثزوكس كاتدرائية الملاك ميخايل 6 أكتوبر وبتقول هنا ترقد أجسام بعض الشهداء أولاد الشهداء وانضموا للمذبح السمائي وبرصاص ومدرعات الجيش المصري أمام مبنى الإزاعة والتلفزيون مسبيروا أثناء وقفة سلمية بدون سلاح لوقف هدم الكنائس في مصر وذكرت اللوحة أسمى من سقطوا من هذه المذبحة كمان في شهادات والسقط من أغباط والسقط أو حكو يعني اللي حصل في اليوم ده أدى بابات فوق السليب فوق السليب هكذا تحدث شهود مدبحة مسبيروا دول بعض الضحايا حضرتهم خلي الصورة كده خلي الصورة الجيش المصري لم يعتذر عنها حتى الآن أهي لكن الأهم في توسيق المذبحة كانت الفيديوهات اللي هتفضل حقيقة وصم تعار على جبين العسكرية المصرية اللي هتقول أو بتدلب بصراحة على أنه العقيدة القتالية للجيش المصري تحولت من عقيدة لحرب العدو إلى قتل المصريين هنفكركم بس بالفيديوهات دي الحقيقة أنه بعد الحادثة دي أو أثناء الحادثة دي مات شباب نذكر منهم مثلا مينا دانيال مثلا اللي خرج في المظاهرات دي ومرجعش لكن بعد الحادثة دي وأثناء الحادثة دي يعني أثناء وبعد الحادثة تشكلت العديد من الاقتلافات المسيحية منهم على ما أذكر اتحاد كان اسمه اتحاد الأقباط اتحاد مسبير والقبطي حاجة زي كده أو حاجة بالاسم ده كان اللي بتزعمه مستشار اسمه أمير أمير قلت طبعا مستشار اسمه أمير أمير ده ما أمين أمير ده لما نقول اسمه بالكامل هتعرفه أمير رمزي عرفته؟ لأ ما عرفتهش أخو هاني رمزي أمير رمزي كان عامل زعيم وكان عامل اقتلاف وخرجت اقتلافات مسيحية بالهبل الغريبة أنه بعد المتبحة دي حفظت وقيلت ضد مجهول لأنه لا توجد أدلة على أنه حصل متبحة أصلا ومحدش خد فيها حكم ولا الجيش اعتذر عنها ولا أمير سمعنا له صوت ولا كل الاقتلافات المسيحية اللي كانت موجودة في الوقت ده سمعنا لها صوت خلاص خلص الموضوع مش خلص بعدها لا هو قعد بعدها سنة واثنين حتى أنه لما الرئيس مرسي الرحمة الله علي كرم المشير طنطاوي وعنان خرجت الاقتلافات المسيحية تدين هذا التكريم وقالوا بالنص الاقتلافات المسيحية دوروا في الزاكرة هتعرفوا قالوا بالنص كده أنه كيف يكرم رئيس مصر اتنين دبروا مدبع حدد الأخباط وخرجت أخت مينا دانيال ترتدي تيشرت اسود عليه اسم أخوها وقالت أنت الرئيس مرسي أنتو ازاي بتكرموا بتكرموا المجرمين بعد كده بعد انقلاب 30 يونيو لم نسمع صوت لا للإقتلافات المسيحية ولا لإخوات مينا دانيال ولا حتى الأسر الضحايا ليه بقى؟ لأن الكنيسة أدخلت الشعب القبطي مرة تانية مرة تانية بقول مرة تانية مش مرة أولى إلى حدن الكنيسة الشعب القبطي بعد يناير أو أثناء صورة يناير خرج إلى المظاهرات وشارك المسلمين في كل الفعاليات لكن بعد 30 ستة لا أدري من الذي أطلق الأوامر برجوع الشعب القبطي مرة أخرى إلى حد الكنيسة ما تعرفش لم نسمع عملهم رجزة زي بقول القرآن ما تسمعش حاجة للأسف طوال 11 سنة دول اتكرر القتل سواء بقى كانت ضحية أخباط أو مسلمين وما ناس من مسبيره الرابعة للعباسية ومن الناس العادية حتى لمشجعين كرة بورسعيد وفي الدفاع الجوي لغاية ما أصبحت مصر جمهورية الخوف أو أرض الخوف ووصلنا لمرحلة موت السياسة فعلا زي ما بيوصفها النائب السابق المفرج عنه محمد محيد الدين اللي طالب بالإفراج أهو محمد محيد الدين لكل من يهمه أمري قلقا علي أو قلقا مني وبعد 40 شهر 1197 يوم وليلة قضيتها فاقت حريتي ومحروما من أسرتي وحياتي وحاضري ومستقبلي أقول وببساطة ووضوح شديدين الآتي مارست السياسة أملا في غد أفضل لبلادي ولم أتكسب منها شيء وقد كنت أستطيع ولم أسعى إلى منصب وقد كنت أستطيع مارست السياسة في وسطية واعتدال وبنزاهة وشرف وكانت أدواتي الكلمة الصادقة والحج والبرهان لذا عندما يتم تجاهل هذه الأدوات والتعامل معي بما يناقضها فهذا هنا يجب أن أفهم الرسالة وأستوعب الدرس الذي دفعت ثمنه وأسرتي غاليا وما ذلت أو ما زلت ويبدو أنني سأظل أدفع الثمن وأسدد الفاتورة لمدة لمدة قادمة وهو أنه بات واجبا عليه أن أتوقف عن ممارسة السياسة وهذا ليس ضعفا أو جبن أو جبن أو جبن أو تخزن بل هو العقل والمنطق والحكمة كنت أظن نفسي وطنيا مخلصا ولا مجال المزايدة على أي منهما ولكن هناك من يرون أنهم أكثر وطرية وإخلاصا وفهمة للأمور مني ومن غيري فليتحملوا مسؤوليتهم العظيمة الجسيمة وتبعاتها أمام الله من لحظة خروجي لم يعد يعنيني سوى محاولة إصلاح كل ما ترتب على هذه المحنة على كل المستويات وهو أمر لو تعلمون عظيم ومرهق وفي كثير من الأحيان محزن ومبكي خمسا أنصح أصحاب القرار بخروج كل السجناء السياسين الآن قبل الغد ففي داخل هذه الظلمات يتعلمون إلا من عاصم ربي التطرف بأنواعه دينيا تجد من يتدعش يعني يبقى زي داعش بعد أن كان لا يركع لله ركعة وتجد من يلحد وقد كان لا يترك فردا أو فريضا سياسيا تجد كراهية الدولة وبغض مؤسساتها هو الثمن المنطقي اجتماعيا ترى خراب البيوت وانفصال الأزواج وتشريد الأطفال ناهيكم عن فقدان مصدر دخل الأسرة وما يترتب على ذلك من آثار على كل المستويات وفي كل الاتجاهات المحصلة هي مزيد مزيد من المتطرفين والإرهابيين الناقمين والساخطين دي رسالة الأستاذ محمد محيددين اللي كان عضو في لجنة تأسيد السور 2012 واللي كان مش عارف في حزب إيه واللي كان ناشط وراجل محترم جدا انت تختلف تتفق معاه راجل محترم جدا يعني خلاص احنا بالآخر مش ضروركم يشوفه بعض بيقول لما دخلت السجن هو خلاص خرج مش هيشتغل في السياسة فقدت مصر بصوت السادات بقى في بيان انقلاب 23 يوليو أو سوريا في بيان موت عبد الناصر فقدت مصر أشجع الرجال وأقوى الرجال فقدت مصر واحد كان ممكن يعينها سياسيا محمد محدي تختلف معاها موضوع تاني انما فقدنا واحد عقليته بتاع سياسة بيقول جوه السجن الناس اللي بيخش متدين بيلحد واللي بيخش ملحد بيبقى داعشي وهو ده السجن وأنا لا أدري متى يتعلم العسكر اني أساليبهم غبية وأن الفكر لا يواجه إلا بفكر بقى لهم سبعين سنة مسكين بلد كل ما كانوا بيزيدوا عنف في السجون على الناس كل ما بيخرج من السجون دي ناس إرهابين أنا أديك مثال واحد بس ألق مصر كلها المثال ده بتاع شكري أحمد مصطفى شكري أحمد مصطفى شاب من قصيوت منعزل منطوي أمه رحمة الله عليها اتجوزت واحد واتطلقت منه أو يعني مات ما لقيتش داخل اتجوزها العمدة مش عارف إيه كان ما عندها شغل الوقت ده خلته على كتفها هو ده شكري أحمد مصطفى ولا اتدخل كلية الزراعة في أسيوت وبيحكوا عنه أنه كان منطوي جدا وما كانش دوع بأي حاجة في الدنيا ولا كان إسلامي ولا مش عارف إيه ولا أي حاجة في الدنيا دخل السجون ما سفعل بقى شكري أحمد مصطفى في السجون خرج شكري أحمد مصطفى عتيد الإرهاب شك الجماعة اسمها جماعة التكفير والهجرة أنا بس عايزك تقرأ حتى اليساريين اللي شافوه في السجن بيحكوا أنه تطرف داخل السجن لدرجة ما كانش بيصلي مع المسلمين اللي بيصلوا في السجن كان بيعتبرهم أنهما متخذلين وعندما خرج من السجن مصطفى شكري أحمد مصطفى شك الجماعة التكفير والهجرة وكفر المجتمع وكفر الحكومة وكفر بنا يتعامل معهم وطلع على جبل أسيوت وخد الشباب معاه وبدأ يعملوا حاجة تدريبات على السلاح وعلى المتفجرات ثم أقلق مدجع مصر كلها بأعمال الإرهابية إلى أن قبضي عليه وأعدم هو الشاب ده كتير من أقول لهم يا حضرات الفكر لا يواجه إلا بفكر وأن العنف داخل السجون بيولد لك إرهاب صغير زي ما كتب الأستاذ محمد محي الدين أن العيال بتخش ما بتركعش ويتدعشوا يعني يبقوا دعشيين يعني يبقوا شكري أحمد مصطفى كم من شكري أحمد مصطفى دلوقتي داخل السجن لأنه أنت بتعامل بنفس العقلية الغبية بنفس العقلية اللي لم تتعلم حتى الآن أن الفكر يتواجب فكر على كل حال على كل حال أنا ما صدمنيه ده أنا اللي صدمني الحقيقة يعني حاجة تانية خالص صدمني الخبر تاني أنا يعني العالم الإسلامي متعرفش رايح فيه خبر بتاع الهند وتعاون السيسي الحقيقة في ملاحقة الطيارات الإسلامية الهند تتطلع الاستفادة من خبرة مصر في مواجهة الجماعات الإسلامية تخيل الهند بتتعاون مع مصر عشان تتعلم من مصر كيف تواجه الهند الطيارات الجهادية أو الطيارات الإسلامية كلها ما الهند ما بتفرقش يعني الهند شايفة أنها حد بيركعها فهو جهادي لا سيامة الجهادية الدور ده لعبته مصر ساعة جوانتنامو لما كانوا بيقبضوا على ناس بعد سبتمبر 11 فكانوا بيجيبوهم مصر يتعذبوا في مصر وسألوا حبيب العدل على القصة دي دلوقتي احنا بنساعد الهند في بنعمل لهم بقى نصايح مصايح ازاي وجه الإسلام تخيل دي مش مش آخر مفاجأة اللي فاجئني أكتر بقى قطر قطر يا قطر احنا معاك قلبا وقالما يعني بص في أي حتة قطر إنما لن أكون معاك إطلاقا ولا مع الأمير تمين لما يبقى العار كده الصين مجلس حقوق الإنسان يخفق في اعتماد قرار يدعو لمناقشة الوضع في الصين إيه بقى اللي حصل يا حضرات ببساطة إنه مجلس حقوق الإنسان العالمي في الأمم المتحدة قرر يعاقب الصين على اللي بتعمله في المسلمين بتوع الصين بتاع الإيجار والحاجات دي قام أصدروا قرار أو يعني اقترحوا قرار مجموعة الدول اعترضت على القرار ومجموعة الدول وافت على القرار ومجموعة الدول يعني ما علقتش من الدول اللي رفضت القرار مجموعة الدول الإسلامية 11 دول إسلامية 11 دول إسلامية شايفين اللي بيحصل في الإيجور في الصين ولما يجي قرار يدين الصين 11 دولة إسلامية تقول لك لا احنا رفضين إيه بقى 11 دولة قطر والإمارات النفاق كما لم ترى ده رفيق السحالي النفاق كما لم ترى من قبل دول إسلامية تقدم نفسها على أنها مدافعة عن الإسلام والمسلمين إلا عندما يتعرض هذا الدفاع عن مصالحها إندونيسيا باكستان السودان الإمارات قطر كلها صوتت ضد إجراء النقاش حول انتهاكات الصين بحق الأقلية الإيجور المسلمة في مجلس حقوق الإنسان الأممي دي بقى الراجل نشره الدول التي اعترضت اللي منها أسباكستان وأندونيسيا وغالما معرفش مش عايزة أقول أسماء دول تطلع مش لا 11 دولة إسلامية 11 دولة إسلامية طب يا أخي خلينا نعتبرهم مش مسلمين نعتبرهم بنقدمين يعني أقلية داخل دولة بيوارس ضدهم الطعاد بتهدن مساجدهم بيخشوا معسكرات بيتحولوا عن ديانتهم بيأخذوا الأطفال يحولوهم عن الديانة الإسلامية خلينا نتعابل معهم عن المسلمين ماذا لو كان دا بيتعامل في اليهود كان لازم توقف ضده ماذا لو كان دا بيتعامل في دولة ضد المسيحيين لازم توقف ضده أنا مش أدري أفهم موقف قطر وقارية التبرير ومش بيصدقوا ولا يلزمني ولا يلزمني بص ولا يلزمني أنا أفهم أني دول ضعيفة اقتصادية ممكن يعني لها مصالح مع الصين وأتخاف على مصالحها لكن أنا لا أفهم لماذا تجتمع قطر والإمارات مع بعض أي مشروع خاصة في المشروع ده ما تداعي إلى أن قطر ترفض المناقشة ترفض القرار حد يقول لي في قطر إيه تداعي اتعاملوا كأنهم أقلية ماذا لو كانت الأقلية دي في مصر نوبيين سودانيين لو كانوا في الجزائر الأمازيغ كنت تسكتوا كنت تقولوا الإنسانية والإنسانية والمهلبية موقف غريب جدا والموقف ده بيفكرني بالأمراء العرب والدويلات العربية عندما دخلت الحمالات الصالبية إلى الشرق ياه التاريخ مسجل أسماء أمراء بالإسم بالإسم وقفوا إلى جانب الصالبيين في محاربة أو في الدخول إلى القدس يوم مرتكب المصالبيين مدبحة كانت دماء في القدس بتجري تقريبا نص متر فوق الأرض كانت الخيول بتاعت الصالبيين بدغوص في جسس الستات والأطفال والرجال كان معهم أمراء عرب كان معهم أمراء عرب وما شافوش اندعيب ولا عار أنا نفس أفهم موقف قطر يطلع بقى حد يشتمني من قطر وحر يطلع حد يزعل مني في قطر وحر بس أنا ما عنديش مصلحة بصراحة ولو في مصلحة تغور يعني لو في مصلحة بينه من قطر تخيلني أسكت على القصة دي تغور في داهية ما عنديش مصلحة الحمد لله ولا رحت قطر ولا عايز أروحها إيه اللي بتعمله قطر بقى السودان بيحكوم عسكر ملهمش ملا طيب إيه تاني باكستان الله أعلم بظروفها النظام الجديد ولا الحاكم الجديد المنتخب ده ما تعرفش سياسته إيه لكن دي قطر وتركيا كانت من الدول اللي بتدافع عن الإسلام في كل حتة في العالم والاتنين كانوا بيدينوا أي حاجة بتحصل خلينا نشوف الخبر الجاي ماذا يجري في مصر ما تروحش ما تروحش انت زلال لي يعني آآ لا بكلم المخرج يعني بيكلمني إنه آآ لو كلمنا كده ع قطر ما تروحش تروح كاس عالم ما تروحش مش عايزة روح أنا كاس العالم ما يلزمنيش كاس العالم هو أصلا أصلا قطر مش هتدخلني كاس العالم أزمة مكتومة بتتساعد في صمت وابتظهر في الأسعار وفي التصريحات الغامضة ولغة القلق والتخويف من اللي جاي إيه بقى تقعد تقرأ كده الأقبار تحس إن فيه رعب جاي يا جماعة أنا والله العظيم ما أعز بالك أنا بسأل إيه اللي دخل عليه مصر يا جماعة كلموا الناس بالعقل بقى إيه اللي دخل عليه مصر يعني مصر رايحة على فين وليه محدش بيخرج يفاهم المصريين إيه اللي بيجرى إيه اللي بيجرى ليه سايبين الناس يا علي ليه سايبين الناس على عماها كده لما تلبس وليه سايبينهم لألغاز الأخ عمر قديم عن الأيام الجاية للطيفة واللي معاه قرش يمسكه وأمرتك بتقول لك مش هنتفر رأسنا اسمع كده أنا ميش يعني مش هامين يعني كلام الفرق ده يعني أنا أبقي إيه يعني يعني الحكومة سايباكم كده العمر قديم يقول لك الغاز وهي تطلع تقول لك هذا وقت الادخار وليس هذا يا رجل ده أنا واحد بعيتلي بيقول لي إنه كان له فلوس عند واحد صاحبه بالدولار والله أنا بقرب رسالة مش أقول اسمه بالدولار خلاص كان له حوالي ألفين دولار فصاحبه راح يسحب الألفين دولار من البنك فوالله الرسالة قدامي فبيقول له الصراف قال له بكرة بالليل عشان الوردية دي فيهشغر في البنك كله الوردية دي فيهشغر ستمائة دولار بيقول لي الكلام دي ساعة ثلاثة العصر وال 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 القصة دي في المطار ثلاثة العصر إيه اللي بيحصل يعني بتأهلوا الناس لإيه بقى عملية التأهيل دي جاية بالتزامن مع إجراءات مريبة بتعملها البنوك بقالها يومين زي صغفية حد السحب بتاع الدولار من بره مش من جوه بس من بره يعني من بره مصر البنوك تخفض حد سحب الدولار من خارج مصر ومصدر بيقول ده دي على وجود أزمة يعني من بره من بره وبعدين لميس تطلع تقول كلام عجيب جدا بس هجيله بعدين يعني فيه أزمة يعني أفهم إن الجوه بتعمل حد أقصى للسحب بتاع الدولار ماشي وده قلنا الأزواء اللي فات على فكرة قلنا في الحلقة دي وحاكينا قصة الست اللي راحت تسحب دولار عشان مصرف ابنها بره قالوا لها مفيش أو يعني هو في حد أقصى فك الحلقة دي أنا أعرف وحدة ست عندها ابن بيتعلم عايزة تروح تحوله من البنك ألف دولار قالوا لها لا مفيش بقى كده خلاص بقى دلوقتي أكتر من خمسمية مفيش طب خمسمية عملوا ودء إيه بره داعيش بره وإيجار وآكل وشربه ودراسة ما نعرف كيش ماناش فيه مش بس كده حد نصحة من جوه البنك قال لها بص يا مدام أحسن حل أنت لو ليك دولار في بنك إسحابيه مش طرف تاخده بعد كده بالنص كده لو ليك دولار في بنك مصري إسحابه اللي مش طرف تاخده بعد كده حطه تحت البلاطة لأن هيجي عليك وقت تيجي تقول لهم ادنين الدولارات اللي عنده هقول لك ماناش فيه هقول لك قياسا على إيه عشان بس إيه ما تقولش أنا بضرب كلام في الهواء إذا كان الإخوة في الخليج راحوا حطولوا ودائع اللي تلاتة مليار واللي اتنين مليار جوم ياخدوها قال لهم والله ما تيجوا تاخدوها في لوقه خدوها عفش خدوا مشاريع مش هديكوا حاجة فاضطروا ياخدوا مشاريع فاذا واحد عمل كده مع ناس ويه في تجابه هيعمل معكم ايه بقى هيعمل معكم نفس القص تيجي تقول له لو سمحت أنا ليه عندك عشر تلاف دولار ممكن تدهمني يقولك مليش فيه الحلقة دي كانت ستة أكتوبر النهاردة أنا بقولك أنه فيه مشكلة في سحب الدولار فيه حركة سحب الدولار من برا لميس الحديدي قالت كلام هتكتشف فيه إن الموضوع بقى فيه حاجة بتحصل اسمع لميس قالت ايه ايه لميس ايه الوطنية اللي طلعت عليك يديه لميس قال فان ما البلد دي واللي اعتوها وبعدين انت مدبيعي أملاكك انت وعمر في لندن وروحوا ساعدوا البلد أولا انت انت طلبين من الناس بس يعني انت يا لميس بتطلبي من الناس والوطنية نقح عليك قوي المليارات اللي انتوا عملتوها انت وعمر في السنوات الأخيرة دي والأملاك بتاعتكم اللي في لندن واللي في كل حتة انما الكلام ده خطيئ سحاب الدولار فده معناه ان لقيت قلبت دول المصريين اللي في الخارج اللي دخلو لك يا لميس حوالي 18 مليار تقريبا البنك المركزي ارتفاع تحولات المصريين بالخارج 18 مليار خلال 7 شهور دول ده الكلام ده في 22 في شهر 9 يعني المصريين في الخارج لحد شهر 7 مثلا يعني من شهر يناير لشهر 7 دخلوا لمصر 18 مليار يبدو من كلام لميس دلوقتي ان هم هم المصريين دول بيسحبوا شوص من بره الملحوظة التالتة لو بنتكلم عن المصريين اللي بيسافروا هم اللي بيسحبوا طب ده معناه ان دول لها الناس أغنية مش هيسافر حد غلبان هياخد فيزا الدولة عشان يروح يسحب 2000-3000 دولار فهل ده معناه ان دعوات الترشيد اللي الحكومة بتبناها بدل ما توفر الدولار دمرت الدنيا ده معناه ان في ناس أغنية او مبسوطين بيسافروا برة وطبعا اللي بيسافر برة مش روح يسحب بقى 3000 دولار ربع 3000 دولار ده بيسحب رقم فمعناه كده انه بدأ الاغنية يقلقوا على ارصدتهم بالدولار جوا مصر وعاديك لما عميل يفقد الثقة فيك خاصة البنك واسألوا طلعت باشا حرب لما تشن عليه حملة من بعض رجال اعمال المصريين وقتها على بنك مصر وهددوه طول ما انت ببنك مصر يا طلعت احنا هنفلس البنك ده وفعلا جرت الناس عشان تسحب فلوسها من البنك حس طلعت باشا حرب بالخطر فاستقال على فكرة اللي قادر حملة دي عليه مصريين زيه فخطر جدا لما تعرف ان فيه ناس اغنية بتسافر برة عشان تسحب من ارصدتها برة او تسحب من برة ارصدتها في البنوك المصرية طب عايزين تعرفوا ايه نتيجة ده كله تعالي نشوف نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي بيقول ايه بيقول ماذا جانت مصر من ترشيد الاستيراض ده في الاندبندد هو اللي بيقول كده يعني بيقول بالنص وصف محللون ومتخصصون ازمة الصناعة المصرية في الوقت الحالي بالصعبة مرجعين اياها الى اسباب خارجية واخرى داخلية فيما حمل بعضهم الحكومة المصرية النصيب الاكبر من الاخطاء مع اغلاق المصانع بسبب تقييد عمية الاستيراض يعني خطة ترشيد فشلت وداخلين على تجهيزات الاصعب بقى بيجاهزوك للاصعب طب انت مش مقتنع بالكلام ده انا عايز اقولك بمساطة جديدة بس عشرات الالاف من مصانع افلت يعني انا مش ابالك عشرات المئات افلت مصانع عشرات الالاف من الاسر بقت في الشارع اسمع بس يبدو ان في حاجة جاية سنوات ربنا يعلم بيها على مصر اسمع كلام الخبيل الصادي هاني جنينة بيقول ايه بقى ماشي خلاص مش مقتنع انت يا حاجة انت مش معانا صح طب يا حاجة خلينا اقول لحضرتك ابنك بيشتغل ابنتك بتشتغل جوزك بيشتغل او لو دول بس اللي بيشتغلوا يعني ابنك وبنتك اسمعي بقى انت هتعمل ايه اسمعي كلام الاختصادي الخبيل الاقتصادي هاني توفيد رشتة للمواطن العادي لأيام جاية مش عالية واحدة واحدة كده صلي على حضرة النبي لو مسلمة ما تجدي سيلك لو مسيحية واسمع الرشتة دي وعشان تحس في الرشتة دي بان هناك شيء ما خطر خطر جدا وبعدين الله يخليك ابعيدني عن سكة عرفة يعني ما تقولش ايه ده محمد نصر يا عم وقنات مكملين والحاجات والاشاعات انا مش دعوة هاني توفيد عايش في مصر يا عم محمد نصر ايه اللي فاهمه في الاقتصاد انا مجيش حلاقة ده خبير اقتصادي ما تقولش مصر بإذن الله محروصة لا ده كلامنا سنتي كان بتقوله زمان وكنت وانا عيل قد كده قلت ايه بس احنا تهزلنا في 67 ايه مصر محروصة بإذن الله بس احنا بعدين بقتها تعرف ان كان في مجاعات عدت على مصر كان في ناس تاكل لحم الاطفال في الشوالع ايه مصر محروصة ان شاء الله يعني بس لما جاء سايدنا يوسف كاتل نفس خلاص يعني فما تقولش كان ده الله خليل اسمع رشتة الخبير الاقتصادي بس ازاني توفيد عشان تحس منها قد قد دني خطر بيقولك بقى دليل المواطن الزكي لا تشتري اي شيء جديد الا للضرور القصوى واكد اي شيء وفي نفس الوقت قم ببيع اي شيء قد قررت بيعه الان وليس جدا فقيمة النقود اليوم النهاردة امتي الجنيه اعلى من بكرة بفعل تضخم وتأكل قيمة العملة لا تسافر للداخل او للخارج الا بغرض العمل او لقدر الله العلاج تلات نصيحة شراء احتياجاتك المنزلية من محلات الجملة ولازم تغير عاداتك وسلعك الغذائية ما امكان يعني كنت بتاكل طبق رز خليها انص طبق لا تشتري بالتقصيد سلعا او خدمات الا وهي قابلة للتسليم الفوري ليه عام قالك لان كتير من اللي بيقدموا السلع دي عبر الانترنت او اللي بيقدموا السلع كده محل شك ليه محل شك اما بسبب احتمال تعسرهم او لان البضاعة اللي هيجيبه لك من بره مستوردة سواء النت بقى او جرين نت ممكن تكون السفد مجردشي ممكن تقف في الطريق ممكن اي حاجة في الدنيا اربعة خمسة لا مجال بالمرة الان لتغيير السلع المعمرة يعني غسالة تلاجة متجاز ديش مش عارف ايه سيارات الا في حالة العطل التالي وعدم القابلية للاصلاح ستة يا عم مطاعد بتاعي صالح مطاعد يا صالح خلي الناس تفرج يا صالح ستة انا في ستة لا مجال هذه الايام يا صالح لا اقامة الافراح والحفلات والعزومات في المناسبات التي يحضرها العشرات بل واحيانا المئات وقصرها فقط على الاهل والاصدقاء المقربين مثلنا في ذلك مثل الاجانب الذين يطلقون تلك القعدة حتى من قبل الازمة يعني الاجانب ما بيعزموش زي عندنا كده تازم بنت خالد عامة مراتك وتعمل زي محمد عوض في فيلم البحث عن فضيحة وتقال تقول لولا بنت خالد عامة مرات أبويا سوسو بنت خالد بنت عامة مرات أبوك متعمش كده سبعة لا ترتبط بشهادات بنكية لفترات طويلة ليه يا عمي قالك حيث انتظر رفع سعر الفائدة تدريجيا مع تخفيض سعر الصرف تمانية تذكر دائما دائما يا خالتي الزهب كمغزى للقيمة في هذه الأوقات ولكن بالنسبة لتعدى 25% من فائد سيولتك وتجنب العمولات الرقمية والنصابين من شركات توظيف الأموال التي تنشط في مثل هذه الظروف تسعة ابتعد عن استثمار في البورسة أو المشروعات الخاصة إلا في القطاعات التي لا تتأثر سلبا بالركود زي السلع الزراعية والغذائية والخدمات التعليمية والصحية أو التي تعتمد على خامات محلية أو بتستبدل إنتاجها بمنتجات مستوردة أو تلك التي تصدر إنتاجها طيب عشر أخيرا بقى لا تترك عمل لتبحث عن عمل جديد لا ما تتركش شغلك إلا وإنت ماسك شغل جديد ويريت معا عمل إضافي لو وقتك وصحتك يا سمحان إيه اللي حصل يا معلم بقى؟ لا أحد يعلم متى تنتهي تدعيات تلك الحرب ومدى امتداد أثارها السلبي علينا وبالتالي فالأيام القادمة ستزداد صعوبة ومصحوبة بانخفاض الموارد المائلية على كل المستويات فعوذرا على هذه الصورة القاتمة وتمنياتي لمصر ولجميع أهلها بعبور هذه الأيام بسلام رعب الصورة أنا وأنا بقرأها النهاردة رعب إيه الرعب ده وأبوس إيديك أبوس إيديك لاتنين ما تقوليش أوكرانيا وروسيا وانفضلك هيتطلع يقولك يا تب مع أوروبا أهيه أهيه وانجلترا بيقطع عنها النور بثلاث ساعات وألمانيا أيوا 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 هدي بس أعضاءك كده أوروبا دي هتشوف المرار لسود بسبب الغاز لأن روسيا قطعنا من الغاز حضرتك ما عندكش مشكلة في الغاز ده أنت بتصدر غاز فأنت مليكش علاقة وإنت مش جانب روسيا بالعكس أنت حبيب روسيا ده أنت وروسيا راسين في طاقية إحنا منهم الحرب على رأي الفلاحين منهم ما لجهش اللي وجه على أهم ده إحنا مناش علاقة القصة الدنيا بره خرب وأنا عشان آآ غاز أوروبا دي بتعاني عشان غاز الراجل باكرون طلع يشحط يشحط بيشحط عشان الغاز وشوف يا أخي الزمن أم يلف الزمن وأوروبا دي هتفرد البركيني على الستات والرجالة أي والله إذا بكلمك كده البركيني اللي كانوا بيترياه عليه هلي بقى قرار بقى قرار إنك لازم تلبس كده بدلة سباحة بالكامل قرار رسمي مش هيقبلوك في الحمام السباحة غير وإنت لابس بدلة كاملة ليه بس فيه إيه قالك لأنه ما عندناش غاز وما للغاز قالك لأن إحنا بنسخن حمامات السباحة دي وبالتالي مش هنسخنها مش هتبقى المياه ساعة ساعة يعني قال أحيانا تصل المياه إلى درجة 15 درجة فالناس هتموت تحت وإحنا ما عندناش بقى إسعاف مش كل شواء هنروح نجيب واحد نطلعه من المياه ونقعد ندفي فيه فقال خلاص قرار رسمي بإن اللي هنزل الحمامات السباحة يلبس بدلة كاملة فاشوف سبحان الله لف وليبس رجالتهم الطرح يعني سوري البوركيني فأنا انت بعيد عن القصة دي خالص فما تقوليش حرب الله خليك أبوس إليكم أنتوا دولة وبكرة تشوفوا مصر وهنبقى مش عارف إيه أهو يا سلام عليك يا علي يا سلام عليك يا علي أتراء الأنوار وخفض حرارة المسابح كيف تتكيف أوروبا مع نقص الوقود لا ده أنا عندي الفيديو ده أنا عندي الفيديو يا علي ده أنا عندي الفيديو والله آخ لو كنت خدت الوصل لو كنت يا علي والله العظيم أعرف أن أنا هتكلم في الحكاية دي كنت جبتلك أهو بس أنا عندي عن استجرام معرفش إزاي ممكن أن نزله لك يا علي والله العظيم لو أعرف أن نزله لك البوركيني يا حضرات في مسابح فرنسا قدامي الفيديو قدامي الفيديو على فكرة في العربية في قناة العربية يا علي قدامي الفيديو دور كده سرش على قناة العربية البركيني اللي هم الترياؤوا على الستات المسلمات فيه هيلبسون رجالة وطالعين في الفيديو بيقولوا في قناة العربية بيقول بالنص كده المسؤولين ده قرار رأس محدش ينزل البسين اللي هو لابس بدلة سباحة كابلة من هنا لين عاد تتفرج على الفيديو يقول سبحان الله كانوا بيترياؤوا على البركيني برافو عليك يا علي إلعب كده علي إلعب إلعب أهو سطرة سباحة كاملة أهو بص بقى يجي هنا مسؤول وهيقول لهم ممنوع ممنوع إن حد يروح حمام سباحة للحد من حالات الطوارئ الطبية في المسابح بسبب المياه الباردة ليه معلم قالك لأن المياه هتبقى درجة حارة أحياناً 15 درجة عشان ارتفاع الأسعار طيب ارتفاع المسابح لخفض حرارة المسابح بعد كده يعني تخيل ويخاف التدفئة فيها هيجي مسؤول دلوقتي يقول لك هو تزمن مع فصل دخول فصل الشتاء اتفرض عليهم المسؤول هو سنحاول لأطول فترة ممكنة حتى تصبح داية حارة منخفضة للغاية هيقول توصل لـ 50 درجة أقل من 50 درجة ما هي ماشي انت بقى مالك من القصة دي ده انت راجل بتصدر غاز تدفل النور ليه عن الناس طيب نرجع بقى تاني ما يقول ليش بس الحرب لا في حاجة في حاجات خطر جدا في وضع جاي مرعب النصيح اللي قالها الأستاذ هاني توفيق مرعبة واذا كان هاني توفيق بينصح المواطنين لـ 10 حاجات دول فانا باتش الإعلام شايف ان الحيلة الأخيرة اللي يقدر يلعبها يقول لك الشعب ده مش نفس الشعب بتاع أكتوبر لا لا روحها لا حيلتها الشعب ده هو هو بس انت دور بقى على مين اللي نبقاش هو على رأي الأغنية أنا زي مانا وانت بتتغير أو أو على رأي الأستاذ العظيم الأستاذ عائل حجار لما قال عنوان بيتنا زي مكان بس انت نسيت العنوان لا احنا زي ما احنا احنا الشعب ده رح حطت ايدك انما القادة بتاع الشعب ده كان أدخن قائد فيهم بيركب عربية لادة كان حسن وارك كان بيركب عربية لادة كان محمد علي فاهمي بيركب عربية لادة العربية لادة الروسي دي اللي أنا والله العظيم لو الباب تقفل على ايدك ما كانش فيه ايدك تاني عربية غيارها يعني انت كأنك بتغير الكرة الأرضية كانوا بيركب العربية دي بالستير كده وكان أنا فاكر قائد وحيات ربنا ورب العزة مرة شفت قائد واقف في الصحراء ونازل بالعربية واقف ابتكت العربية عطلت فقلت العربية بتاعت القائد ده عطلت ده هي ده هيولع في الحملة اللي هي الميكانيكية بتاع الوحدة يعني وبعدين أنا كنت أعرف السواق بتاعه فقلتولي لو أنا ماش في الطريق شفتك القائد نازل واقف في الطريق وانت جواه العربية كانت عطلانا وليه قال لا لا ما فيش عطلانا حاجة قلتهم ما اللي حصل قال لي دخلها دبان العربية دخلها دبان فما قدرش يتحمل فنزلني ونزل هو ونزلني هش الدبان منه وقفنا العربية في السكة نهش الدبان من العربية دبان دول قادة لكن قلت دلوقتي ناس بتبني قتلات وناس بتبني قصور وناس هبرت فلوس لا يا عمر القادة اللي انتصر في اكتوبر كانوا عساكر بجد لكن اللي موجودين دلوقتي نصبين وحلانجية وبتوح تغيير عملة يا راجل حرام عليك جبت مني الكلام ده عمر مين اللي ادى العمر للإشارة يقولي الكلام ده السيسي اللي قال لكم الكلام ده الناص اللي كان في الآزمة دي كان ساكن في حدايا القبة او كبر القبة ناس فيها السادات اللي كان في الآزمة دي كان ساكن في الجيزة جنب الفا ماركت يعني الناس دي ما كانتش بتبني قصور انت بقى كنت قاعد فين انت قاعد فين الناس دي كانت بتقضي الصف المعمورة ولا في يعني حتت بتاعت الرئاسة استرحت الرئاسة سواء كان عبدالنصر او السادات حضرتك بتقضيه فين بقى في القصر بتاع العالمين الشعب هو هو انا بس عايز اقول لي لميس حاجة انت بتشتكي يا لميس ان الناس بتاخد الفلوس من برا انت بسمعي لميس الرسالة دي عشان تعرفي ليه الناس بتطلع تاخد الفلوس من برا هدية الى لميس الحديدي واللي يعرفها يقول لها بص يا لميس انا جبتلك الطريقة ومش تجير عملة زي ما انت بتقولي لا بص يا لميس بقى انا صلى على النبي يا لميس بقى انا يوم تسعة وتسعة وعشرين سبتمبر اللي فات دهو قريت يا لميس رسالة من مواطن جات له فرصة يتعلم برا بس قالوا لازم تحول بالدولار باليورو ارجعي لحلقة تسعة وعشرين سبتمبر هتلاقين يا لميس ذكرت رسالة من مواطن في صوتك واسا جات له فرصة يدرس برا بس عايز يحول باليورو ومش تلاقي حل خلاص انا قلت الرسالة دي هنا ماشي تعالي شوفيها بقى يا لميس الرجل ده بعيتلي بيقول لي ايه شكرا جدا استاذ محمد انك قريت الرسالة دي اولا ثانيا الحمد لله انا وفرت الفلوس بس الفكرة بقى اني وفرتها ازاي هو مطلوب منه يدفع للجامعة دي بيورو راح البنوك قال له ما يلزمكش ما عندناهش يا حبيب مش بتاعنا هو بقى قال بيقول لي انا وفرت الفلوس بس وفرتها ازاي اسمعي يا لميس عشان تعرفي بيقولك انا هقول لحضرتك موقف واحد بس او اتنين بالكتير لاني وفرتها على دفعات للأسر كلمت كذا حد من صحابي اللي برا مصر بحيث لما يبعتوا فلوس تأهلهم يبعتوها دولار اخد انا الدولار واحولها لأهلهم مصري اقسم بالله ده اللي حصل بالنص وخليت صحابي يبلغوا صحابهم اللي في الشغل معاهم وهناك يعملوا نفس الكلام او يبعتوهم فلوس الفترة دي وطبعا دي جميلة مش عادية لان اهلهم ممكن يحولوا الدولار هما سودة ويستفيدوا هما بالفرق وطبعا الحمد لله انا ليه ناس برا مصر اصلا لان الولا كده اقسم بالله ما كنت هقدر توفر نص الرقم ده حتى وفي مرة واحد صحبي حول الف وسبعمائة دولار من برا وانا رايح هستلمه من البنك بتكتب أبليكيشن فماليت الأبليكيشن بيقول كده فماليت الأبليكيشن لحظة واحدة عشان ضعت مني الرغي الكتير وبعدها لقيت موظفة بتسألني مين اللي بعت لك الفلوس قلت له واحد صحبي قالت لي ادك مش عارف ايه كده قلت له لا المشكلة لا ايه المشكلة في كده قالت لي لا لازم تثبت ان صاحبك فعلا قلت لها اعملها ازاي دي بقى واحد بعيتلي فلوس هيبعتها لي لا مثلا قالت لي يا أستاذ دي تعليمات قالت لي خليه بعتلك اقامته في السعودية وجواز سفره فخليه اعمل لك كده فعلا خليته عمل كده فعلا وبعتلي الاقامة وفي خانة الأبليكيشن السؤال بيقول سبب ارسال الحوالة يعني ايه السبب انه بعتلك فلوس فما كنتش كتبت حاجة جنب السؤال قلت سؤال عادي يعني فلاقيتها بتقول لي ايه سبب الحوالة قلت لها عادي يعني واحد بعيتلي فلوس قلت لي لا لازم يكتب السبب قلت لي الغرض من ده كله ايه مش فاهم قالت لي عشان تمويل الارهاب يا أستاذ اقسم بالله العظيم قالت لي كده قلت لها تمويل الارهاب بقى 1700 دولار قالت لي يا أستاذ اكتب رد وخلاص قلت لها حاضر واول ما بقيت عارف اول ايه ده كده موقف بال 1700 دولار بس ده غير بقى قيمة فلوسك اللي بقاش لها السنة قرفت يا لميس الناس بتعمل ازاي مش تجار عملة ده بيتطر يسحب من برا ويبعت ويهو يتصرف هو عشان يوفر لنفسه الفلوس دي على اي حال يا لميس على اي حال حضراتكم انا ما اتمناش ان مصر يحصل فيها حاجة لانه دول اهلي وناسي ودي بلدي ويسيبك من اللي بقول عني الكلام زي ما يقول انا بحب مصر جدا لكن اللي جاي اللي انا سمعته ده من لميس ومن عمر ومن هاني توفيق يخوف جدا انا رأيي اسمعوا كلام هاني توفيق الخبيل الاقتصادي العاشر نصايح الدول اللي بعده في ظل ازمة الدولار الحقيقة لسه المواطن بيعاني من الاسعار ومن ارتفاع الاسعار اللي تترفع كل يوم اكتر السلع اللي بيعاني من ارتفاعها كل يوم هي البيض خصوصا بعد بداية العام الدراسي الجديد اللي مفيش بيت بيستغنى عن البيض عشان العيال السويرة فالبيض ده الحقيقة عمالي ارتفع اهو ارتفاع اسعار البيض سعر الطبق للمستهلك 75 يا عم اقولوا كلام الناس يصدقوا فين بقى 75 دي منتجة دواجن اسعار البيض ستوصلت فى يوم بعد يوم شعبة المواد الغذائية قالت بقى بتسأل ليه الاسعار الالبان والجبن يعني بقت غالية كده قوي ما نعرفش ليه طيب كل ده كن بقى وازمة الرز كن تاني ازمة الرز يا حضرات وصلت لمرحلة انه انه ان الكيلو بقى بتسأل وسبعين جنيه اه محنشي بول محمد بيفتن محمد ناصر لا ده هو القاهرة موقع القاهرة بقى عشرين الكيلو بخمسة تسأل وسبعين جنيه منصة شهيرة تنشر اسعار ارز مخالف لقارات الحكومة ايه بقى اللي حصل مش محمد ناصر يقول خالص اتدول بقى اهلك وجاءت الاسعار المتواجدة على موقع التجارة الالكترونية الشهير اللي هو امازون تقريبا سعر شكرة الارز وزن خمسة كيلو جرام بتلتمية تسعة وتسعين جنيه اي ان كيلو الرز يباع بتسعة وسبعين جنيه وخمسة ساعة انا اشتريت كيلو الرز يا صالح بخمسة ساعة قصة من بله بكم جد وذلك مخالف لقرار الحكومة والنصر عن كيلو الرز لا يزيد عن خمسة شهر جنيه طيب وسط كل ده الحقيقة غرفة صناعة الحجوب بتقولك الرز زي الفل ومتوفر في الاسواق اهو غرفة صناعة الحجوب انتظام دخل ارز بالاسواق من جميع الشركات حلو حلو انا حكيتكم على صديق المحترم اللي قال لي ان الجيش استولى على رز الضحى قلتلكم هنا في حلقة الاسواق اللي فات انه دخلوا على بتاع رز الضحى خدوا منه الحاجة مش بس كده ده في السوبر ماركت واحد صاحبي بيقول لي انه بعد السواق بتاعه يشتري كم شكرة رز كده عايز يطلع حاجات لمولد النبي يعني شوات كيلو رز على شوات مش عارف حلويات فبيقولي السواق بعد ما طلع بعد ما بيحاسب يعني بتاع السوبر ماركت الكبير قال لا انت ملكش غرش كار واحدة بس رجع الباقي خلاص فطلعت الصناعة الحجوب بتقول احنا بندخ رز كل الشركات انا بشتكلم انا بشتكلم قال له مسير الحي تلاقي ديناري قال له دي اذا فضل حي انا مش اتكلم اسمع رد الناس بقى عليك ايه بص كد لا عالي ماينفعش كده عالي ماينفعش انت كنت جبتها من الفيس يا عالي كد وما فيش رز متوفر بالاسواق وزا لقينا بتكون انواع غريبة اول مرة نسمع عنا سيئة جدا والرز فيها مكسر ولا يسلح للاكل ادامي واسعاره كمان عالية مع تعمد اختفاء رز الضحى تعالي وحتى زمزم والمطبخ حتى رفع اسعارهم بشكل مبالغ فيه الست اللي بعد كده قيت مافيش رز خاص في السوق مش لقينه خالص الست اللي بعد كده قيت لك كدب والله العظيم كدب الشركات منع الرز في الاسواق لارتفاع سعره الاخ اللي بعد كده قال لك المضارب متوقف عن العمل ولا يوجد ارز لدى التجار وانزول الاسواق وشوفوا من نفسكم وتركوا المكاتب والاجتماعات طن الرز الشعير ب 11000 ولا ب 1100 ولا ايدي الرقم ده عليه 11000 بالنقل تقريبا طيب واحد تاني قال لك والله حرام انتو كدبين قوي الرز موجود عند الفلاح ومش عالي في بيه عشان انتو عايزين تخدوب سعر خيس وكمان منعين التجار من شراءه من فلاح بسعر عادي يعني لا بترحم ولا سايب رحمة ربية تنزل ده رد عليك اهو ادي الفيس اهو حلوة كعالي يا ابن عم البرتقان بص الرد تحت شوف الرد قسما بالله ما لقيت حد بي بيقول اه حصل بص بص اهو دخ الرز كله كله عملي يشتم انتو كدبين من كل الله ربنا يولع فيكم امه اللي بيقول مشانا يعني مش بس الرز ده حتى كمان رغيف العيش اللي كل يومه التاني يقطعه منه حتة لغاية ما يعني عدمه العافية الجديد بقى الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل اللي رغيف عيش فيه صراصية بص اتفضل مواطن نشر القصة دي على اي حال على اي حال وسط كل ده بقى المؤسف ان الناس تعليقات يعني وسط كل ده اللي جادة الالكترونية بتاعت السيسي مش سكتة بتحاول توريلك ان الدنيا وردي بس انت لابسنا الدارة صعودة في ظل هذه القيادة الحكيمة بس انت بشوك بالك طبيب الفلاسفة اللي جان تطلع ان تقولك كل السرعة متوفرة ورخيصة وبعد يطلع يحرق دمك لانه لجنة غبي بيشتغل مع عسكري غبي فيقولك المية جنيه تقدر تملى بيها التلاجة يا راجل زي البص ده كده يطلع الوادي اللجنة ده للناس اللي عملتو يو بيشتغل حاجة انا هقولك بيشتغل 30 جنيه المية جنيه مبرح بالليل ح given 3 كيلو تماطم عشرين جنيه 2 كيلو بدنجان ابيض عشرة جنيه 2 كيلو بدنجان اسود عشرة جنيه كيلو فيلفل عشرة جنيه كيلو لمرون بيها اللي دي عشرة جنيه 3 كيلو 30 جنيه ارنبيتا تازنها لسه مقعطوفة من الارض بعشرة جنيه زودتي بقى فاكهة اتنين مانجة باربعين جنيه كيلو نص ايه ده والرقم بقى كام دي كانت طلبات تلاجة صرفت مية وستين جنيه وتلاجتي بقى اتعاملنا الحمد لله في حين قيمة المية وستين جنيه في اي بلد حوالينا معلش مايجيبوش اتنين كيلو مانجة وانا واسقى بقول ايه كويس مصر البلد اللي بتاكل وتشبع دلوقتي ما عندهش مشكلة في امناء الغذائي الحمد لله ده بفضل ربنا علينا ردوا انتوا بقى ردوا على ولاء اللاجنة لكن البص الحقيقة تحول لعجوم كبير جدا عليها وعى السيسي اللي في عهده غيلة كل اسعار اضعاف مضعفة وبقى الفئين مش عارف يعيش نشوف التعليقات عليها ايه واحدة وفقت لها تقلقتك عمراني امين يا ولا من غير اي لحوم ولا اي عيش واجبان وقلبان ومقرنات ورز وزيت وسمنة وادوية وكشفات ومواصلات ولا احتاجات بيت مفتوح طب بلي بيه الناس عشان فيها الناس فيها اللي مكفيها ده انت مستفزة او يا ولا ومطبراتية بدرجة اولى سلوة اتلقى بيتك عمران بمكونات صلطة وبطاطس والفاكهة دي هتخلص في يوم بكتير فين الفراخ فين البني فين السمك فين الرز فين العيش ده رغي في العيش بجنيه او استاذا ولا والله انا عشان اجيب فطار ملوش لازمة وانا رايحة شغني عايزة تلاتين جنيه ما نسيت اقولك اطلع فوق اسعال شغالة شغالة فوق الاربعتاشر ساعة فلازم اكل بدل مقع مش عارف ايه مش اقل بيتنا بيصرف مش اقل من خمس تلاف جنيه مفيش ترفيه من وسط كل ده هو يدوب اكل وفاكه وفاكه والفاكه اللي بتيجي اسرقت لها اللي مفيه حتة لحمة ولا وركة فرخة ولا حتى شوية رز ده يدوب اللي هي جايبه يعني ده يدوب طبق مسقع قرديحي ليوم واحد ومن غير عيش كمان وفين بقى ان شاء الله جاست الزيت اللي هتقلي بيها المالياتة دي كلها ليس ليس بالبنجان وحده يحيى الانسان يا مزمزيل والله يا اسرق انتدام الخفير عشان كده علقوا الجرس في رقب السيسي وتعالوا نشوف الناس اللي فاض بيها وملت على رأي ستة مكلسون بيقولوا ايه للسيسي كفايا كباري كفايا طرق كفايا عاصمة عايزين نعيش مش لقيينها كل صوت وصورة انبارح طلع الاخ عمر اديب يكلم عن من جديد في ازمة السياحة كويس ازمة السياحة في مصر وبيقول ليه احنا مش زي تركيا واليونان وليه تركيا واليونان متقدمين عننا نسمع كده عمر اديب لانهم هم عندي ده اسمع كده اولا عمر يعني الحقيقة انا مش بستبعد عن عمر الجهل يعني يا عمر قبل ما تتكلم عن تركيا روح انضف الاول لان انت لا تعلم الاماكن السياحة في تركيا وانا بقولك يا عمر انت بتقول انا مش قد انجلترا ولا قد فرنسا انت لكن انا عايز اقولك ان تركيا احلى من فرنسا بكتير بس اسأل حد راح تركيا عمر لكن واضح انك انت خايف توح لا التركي يقلك على عفاك لا يا عمر انت لازم تعرف تركيا فيها ايه اولا تاريخيا تركيا كان فيها الحضارة البيزانتية تاريخيا كانت تركيا هي العاصمة الرئيسية للامبراطورية الرومانية تاريخيا زلت هذه العاصمة الف سنة تاريخيا كانت العاصمة دي اللي بتحرك العالم تاريخيا كانت الجيوش المتجهة الصليبية المتجهة الى القدس لازم تنزل في اسطنبول او يعني القسطنطينية ده تاريخيا فانت بتتكلم على بلد حضرتها سيطرت على العصور الوسطى الف سنة تقريبا تقريبا الف سنة يعني الامبراطورية الرومانية سقطت 467 ستة وسبعين و سقطت القسطنطينية سنة 1453 خلال الالف سنة دي كان الذي يتزعم العالم المسيحي القسطنطينية الف سنة ماشي صلنا عنها بس انت لو نزلت ترابزون او لو نزلت كبادوكيا او لو نزلت امش عارف اقولك يا عمر انت فايتك كتير قوي قسما بالله فايتك كتير قوي دواع سيبك بقية من تركيا عمر اديف ساب الازمة الحقيقية اللي بتعاني منها السياحة في مصر واختصارها في ضريبة القيمة المضافة واختصارها في سلوك الناس بقولك تركيا فاشغل امانيا للاللي ويابني الخواجة اللي جاي من استراليا يعرف امانيا للاللي انت جاهل يا عمر يابني تركيا فيها فنادق انت يغمى عليك وانت داخلها الراجل اللي جاي من فنلندا لتركيا جاي يسمع مزيكة امانيا للاللي زي باتها ولسيخ الشاورمة ده انت جاهل قوي انت جاهل قوي عمر انت ربنا مديك جاهل يغنيك عن كل العلم ده انت جاهل قوي ما علينا تعرفش انت تركيا والحمد لله ما تعرفهاش اسأل بقى زميلك اللي بيزول تركيا عمر اللي بيشتروا اللبس من تركيا اللي بيعملوا عملات تجميل في تركيا ما علينا انت اختصرتها في سلوك الناس هو اللي بيقول يعني نسمع عمر بولاد خالص انت عملت هابل يا عمر ده انا عمل افتكلك مدن يا ده روح كده انضف وروح ازمير روح انطاليا روح بودرم روح شوف الشواطئ قسم بالله شواطئ انت ما تروحتها ولا تعرف تروحها من النظافة والحلاوة والخدمة والاوتلات الفضيعة دي كابادوكيا الصورة دي يا علي دي كابادوكيا والمنطقة ده اللي في كابادوكيا ايه بقى انت بتبتحن يا علي تقولي مضموط عيب يا علي انت عارف المغارات دي يا علي اللي انت شايفها دي كابادوكيا دي البلد اللي استخبوا فيها المسيحيين لما كانوا الرومان بيتتهدوهم تعرف انا نزلت كابادوكيا دي يا عمر يا عمر اديد نزلت كابادوكيا دي في قتيل الغرف منحوتها جوه الجبل هي تقعد في قوضة عبارة عن كهف في الجبل جوه الجبل لان كابادوكيا دي المسيحيين اللي اتهادتهم روما كانوا بيفحتوا في الجبل بيوت ويعيشوا فيها عشان يغربوا من الاتهاد الروماني لدرجة ان في دلوقتي داخل كابادوكيا اثر لازال موجود انا اللي انا نزلته بس تحت الارض 25 متر قوض شؤق لناس عايشة ومكان للغسيل ومطبخ كانوا عايشين فيه المسيحين الاوائل اللي كانوا عربانين من الاتهاد الرومان هيجيلك زغول هيجيلك زغول بلا مبالغة في الكابادوكيا دي وبالد صغر جدا وبتشتغل على الخزف وعلى السجاد شيء خرافي يا ابني انضف المهم الناس بقى الحقيقة هي السبب في رأي عمر والعادة والناس على رأي السوشال قاموا بالواجب مع عمر وردوا عليه وذكروه بأسباب كتيرة جدا ما ذكهاش عمر لتقدم السباح السياحة في تركيا واليونان عن مصر انا مش اقول لك انا مش اقول لك قال لك واحد قال لهم ايه قال له يا عمر عندهم نظافة عندهم حمامات عامة في الشوارع المالية عندهم مفيش جمالة ولا خيالة ينصب على السياح ويزهقوه عندهم ادب مع السائحات مش متحرشين عندهم خرائط ولوحات ارشادية واضحة تلف بها البلد كلها بغمان عندهم اسعار موحدة للمواطن السياح في التكسل عندهم نظام مرور زي العالم كله مش فوضة مرورية حد قال له تاني عندهم تخطيط وضمير ونظافة وتعليم وموصلات والامن والامان ما عندهمش عمر قديب واحمد موسى المطبراتي خلد قال له عندهم نازم تشتغل بضمير مفيش سرقة ولا شغل الفهلوة عندهم تخطيط ممتاز وتحمل مسئولية ومحاسبة المقصر واحد تقول لك عندهم حرية وديمقراطية وسرد قانون والاخره واحد قال لك ما عندهمش امثالك والامثال مراطك وعندهم ضمير عندهم اعلام واعي بيدور على الحاله بمنكاش ده خلدي اللي بيقول وبيبرزوا وبتصدوش اي اخبار وحشة ما بيتصدوش اخبار وحشة عن اعتباقهم وبيطلعوا يقولوا عليهم جزدرين وقتلوا فلان واهملوا فلان عندهم فن محترم وبيحاول يظهروه عندهم صحافة بتكلم عن الادب والعلم والقانون والفن وبتعلم منه عندهم يا عمر انا اقول لك يا عمر الحقيقة انت متعرفش انت لازم تنزل تركيا تركيا مهاش علم مثالي يعني فيها مشاكل وفيها حاجات زي اي دولة على فكرة فرنسا نفسها فيها كده انا رحت مرة في باريس مرتين بس مرة منهم الستة اللي معاها ليتلي خاب الفلوس حتى الحربية يستقصدوك في باريس جوه باريس يعني قصد اقول تركيا لكن الجمال اللي في تركيا والمعاملة اللي في تركيا الاروع هي اللي سايدة بس عمر ما اسمعش بقى زميله ابراهيم عيسى اللي قال ايه السبب في قزمة السياحة في مصر اسمع كده ابراهيم عيسى قال ايه يعني هو ده يعني انت ابراهيم عيسى شايف انه ده السبب ان السياحة مش موجودة وانا رديت على الانصاب ده الاكالتي الكاذب قلت له خمس ادانات بيدانه في تركيا خمس ادانات من احلى الادانات اللي تسمع في حياتك ما في حي في تركيا ما فيهوش مسجد وكل مسجد له ساحة ساحة كبيرة تخشها انت برجلك كده بالجازمة بيعملوا فيها صالات الجنازات وبيقى فيها كافيتيريا ما فيهوش مكان على خريط التركيا ما فيهوش مسجد وما فيهوش مسجد في تركيا ما بيدانش وقلت له ده في الشغور العربية بيطلعوا يحتفلوا ده اتفرج عملوا ايه في عيدة في مولد النبي عملوا حاجات جامدة جدا في المساجد بس ده كداب ده كداب بص بقى ردا على الكداب ده ابراهيم نافخه اتفرج على الخبر ده بقى بص يا سيدي سيبك بقى من تركيا قالك هنمنع الاداد ويقعد اتنطط بكيرشو كده ده انا عايز اقولك يا عام يا ابراهيم عيسى ده فيه شركات اصلا متدينة مش في تركيا لا في العالم ماريوت تخيل ماريوت اصلا الاوتيلات دي صاحبها راجل كان من طايفة المرمون اللي هما مسيحيين في امريكا هي طايفة اقوله ايه لا الفكرة التطايفة دي بالمناسبة طايفة المرمون فيها تعدد زوجات يعني الراجل بيجوز اربعة وخمسة هي طايفة موجودة فيه الراجل صاحب الفندق ده السلسلة دي طلع انه الراجل ده من المرمون بيوزع عليك كتاب الانجيل في الاوتيل مش بس كده شركة طيران حضرتك وانت طاير معاهم في الشركة وبتاخد فطارك بيدوك الانجيل فيش ايه حدش دايق مش عايز ما تاخدش اتعلم بقى ما انتو لو تقروا شوية بس اسمع ترفع الدين شعارة ده في الجزيرة شركات عالمية تجاهر بتوجهاتها الدينية ماريوت ده فندو ايه عطوة ماريوت العمل لا يعكس كفاح صاحبه فقط بل يعكس توجهاته ايضا وقال لك بقى الناس بتسعى على رضا العملاء بتوعهم مش عارف ازاي وقد يكون عم يطلع سيبك من الشركات ده هتلي بقى الشركات فندق ماريوت كتاب المرمون بجوار سريرك في الماريوت تنام في الاوتيل كده الاسكا خطة طيران الافطار برفقة ايات الكتاب المقدس تايسون فودز شركة صديقة للدين تشكفل ايه تدين تدين يواجه مشكلات ده اهو دي بتاع المطاعم وقد اخبرنا الرب ان نفتتح متجرا للملابس ما في شركة من دول إلا وبتعلن رسميا عن توجهات دي محدش يقلهم عيب محدش يقلهم ليه كده انتوا هتضيعوا مننا العمله الزباين يا عمي اتعلم يا عمي اتعلم صحيح الادان الميكروفون ما كانش ايام سيدنا بلال لكن المشكلة في الميكروفون ولا في اللي بطريقة الادان المشكلة في الادان نفسه ولا في الميكروفون ولا في الشخص اللي بيدن والبزراميد بتعلق وقاف انا اقولك ببساطة ما في حد يطلع يدن في تركيا إلا بيمتحنوا علماء الأصوات وبتعوا المزيكة بيمتحنوا أخصائيين في المزيكة يقعد كده يمتحنوا قولي من مقام السيكة قولي من مقام كذا ما هو كلام كله موسيقى فالنتيجة بقى انهم طلعوا لكل وقت ادان ومن هنا جاء المسأل بتاع لكل وقت ادان يعني ايه يعني العشة له الادان الحزيني لان اليوم خلص المغرب هو غريب جدا فله ادان بمقام نفس القصة الصبح الفجر كل وقت له مقام يناسب هذا الوقت ابراهيم عيسى اتعلم بالراجل ده ما شاء الله الراجل ده توفى الى رحمة الله لكن لا الادان هو اللي يمنع السياحة ولا كلام عمر اللي يمنع السياحة ولا كلام ابراهيم عيسى امال ايه اهم سبب يبوز السياحة في اي دولة مش هنروح بعيد ابراهيم عيسى نفسه بيرد على ابراهيم عيسى لكن الحقيقة ابراهيم عيسى بيرد بقى رد محروق على علبة البيرة اوه الله زي بكلمك اسمع ابراهيم عيسى بيرد زي بقوله لحق نفسه ابراهيم عيسى وقال لك بص المعاملة الرئاسية الراقية لكن هو بيقولك خدت انت بالك وبيقولك الزبط يمسك زي بيرد مع الشاب ما تحرجوش عدي زي بيرد لكن الادان ما يعديش مع ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى الحقيقة بيحكي عن حاجة حقيقة حاجة الحقيقة صحيحة جدا انما لو كان الزبط لقى مصحف ولا حاجة كان قالك براميسى يستهلو رايح بشارم الشيخ بمصحف انما ازاز بيرد قالك يطلع ازاز بيرد ليه تحرجو انت مالك لكن مصحف لا ماله نص ده ارهابي رايح شارم الشيخ المعاملة المهينة دي حضرات بتحصل في شارم الشيخ وفي الغرداء وسبق كتب عنها قبل كده الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب تقريبا على مفتيك الاسم يعني دورنا لقينا التويتة دي كان كتبها من فترة كمائن الازلال في شارم الشيخ والغرداء وجه الزميل ابراهيم عيسى الليلة نداء لاجيس الدولة بمنع مضايقة المواطنين في كمائن الشرطة على طريق شارم الشيخ والغرداء والغرداء وقد تعرضت شخصيا يوم السبت اثنين خمسة اثنين ما اعرفش فترة خمسة لهذه المضايقات والاجراءات المستفزة اطلع كمان هو بيكلم بعد مروري واسرتي على عدة كمائن مرهقة وداخل مدينة شارم الشيخ وبعد اجتيازنا عشرات الكمائن فجئنا بكمين لعدد اخر من جنود الحرس الحدود وقد استوقفوا السيارة المصاحبة وفيها بنات الطالبات بنهاي كل الطب جامعة هنشمس واصروا على تفتيش حقائب اليد وحقائب الملابس الخاصة بهم بطريقة فجة وكأننا في نقطة حدود ولسنا مواطنين في سياحة داخلية علما بأن المسافرين في السوبرجيت كانوا يتعرضون كافة اشكال الازلال والوقوف في طوابير على الطريق لحين تفتيشهم تفتيشا ذاتيا رجال النساء كل منهم الى اجوار حقبته والبطاقة الشخصية في يده انتظارا لدوره نداء في محله لمن يهمه الامر اوقفوا اهانة المصريين داخل وطن واوقفوا اتجاههم في وجوه رجال هذه اللجنة او هذه اللجان ولا تتركوا هذه اللجال المجندين يعبسون بكرامة المصريين اسوأ حاجة لها الراجل دهو قالك يا الزميل ابراهيم عيسى يا عمي انا بقى عايز اقولكو كلمتين بصات قوي هو مش شيء وزير السياحة اتحدى مصري يطلع يقولي مين هو وزير السياحة المصري قسما بالله العظيم انا معرفوه انا معرفش اسم وزير السياحة المصري طيب اتنين هو مش شيء مجلس اعلى للسياحة عارف مين رئيسه السيسي السيسي بقى له سنين عامل مجلس اعلى كده اسم مجلس اعلى السياحة ونبي صحيح علي علي لو انا غلطات عامل حاجة اسم المجلس اعلى السياحة تقريبا هو رئيسها مين بقى مين اللي بيدير البلد عبدالفاتح السيسي مين اللي بيدير البلد زباط الامن انت الراجل اسم محمد سعد يا عام محمد سعد الاغنقة بتقول محمد سعد شعار معروف يا عام محمد سعد انا عايزك تاخد بعضك وتنزل الغردقة واغلط واطلع من الغردقة على مارس عالم هتلاقي كمين في النص مش كمين يعني نقطة حرص حدود هتلاقيه في النص كده كأنك بلا مبالغة دخلت دولة تانية جاي ليه والحجز والحاجات والورق طيب عدي بقى مارس عالم الناحية التانية اهو قرار يا سلام علي يا سلام علي الله اكبر قرار جمهوري بقاعدة تنظيم المجلس الاعلى السياحة برئاسة المخفي يوم اتنين وعشرين مايو اتنين وعشرين فين هو بيعمل اين رئيس مجلس الاعلى السياحة هو وزير السياحة هو رئيس الحكومة هو انا عايزك يا حج محمد تعدي بقى بقى مارس عالم انت اروح كأنك رايح شلاتين لو دخلت شلاتين اي بقى تعالى قابلني لو عديت شلاتين اي بقى تعالى قابلني ده انت بتتنفض ويرجعوك من السكة الا مياكم معاك ورق رسمي يثبت انت رايح تعمل ايه مش رايح سياحة بشكل ما سياحة انت رايح بمهمة مدرس دكتور بتشتغل هناك ظابط انت بكلمني على اي سياحة ايه معلمني على اي حال خلينا نطلع فاصل ثم نواصل بعد هذا التواصل اهلا بكم في سوتك واصل من السحل الشمالي لحلوان ومن البحيرة ومن كل احتف مصر شكوة متنوعة وصلت لنا في موضوعات مختلفة كمان الحقيقة بس افكر المشاهدين بوسائل التواصل اللي والارقام اللي بنتواصل من خلالها واللي ظهر على الشاشة دلوقتي جات لنا رسالة حسب كلام صحبتها انها موظفة في الشركة القومية الاسمنت تعال نشوف مع بعض صبرين الاسم كده بتقول صبرين بتقول استاذ محمد من حلوان استاذ محمد مساء الخير انا بعت لحضرتك كارسي يريد تشوفها دي صورة المنطقة البترولية الحديثة بالتبين طلع رسالة صبريني يا علي خلاص ما انت ايوة دي دي صورة المنطقة البترولية الحديثة بالتبين تابعة للشركة القومية الاسمنت بحلوان وزارة البترول اخلتها وعملت عليها مشروع فانكوش عشان تاخد عليها قرد من البنك الدولي ادي الصورة اللي بعتها لنا الاستاذة اه الصورة اللي بعتها لنا الاستاذ صبرين للارض المنطقة البترولية الحديثة في التبين حلوان اللي شركة القومية الاسمنت وزارة البترول اخلت عليها قرد فانكوش من البنك الدولي وادي اتفضل شكر يا صبرين يا رائعة يا صبرين يا رائعة يا صبرين يا رائعة انا احب اللي بعت بالصور بالصور دي بالصور دي بالصور دي بالصور وزارة البترول والصروة المعدنية بالصور يا حضرات مشروع انشاء المنطقة البترولية الحديثة طيب على اي حال على اي حال اه شرايين جديدة لاقتصاد بدء اقامة المنطقة البترولية الحديثة بالتبين ده الكلام ده في يونيو 22 اه وحطوا صور بقى بص بص يا شيرين صبرين قصدي حطين صور بقى عمال الانشاء والحاجات وبتاع بس صبرين بعت صور تانية خالص شكرا استاذ صبرين المنطقة ستكون شريان جديد لخدمة حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من و الى الصعيد عبر منطقة التبين لشركة البترول صبرين بعتت صور تانية خالص اه يعني الهيلمان والكرنفال اللي كانت عاملها اليوم السابق اتطلع او انت نروح لشكوى جاتنا من اسعار الاراضي في الساحل الشمالي ناجي عنده اه ملك في الساحل الشمالي وقالنا تفاصيل مهمة جدا في الموضوع خلانشوف رسالة ناجي بيقول ايه استاذ محمد مش بس فندق تيوليب اللي كنا جيبنا سيرته اللي استقول عليه الجيش احب اعرفكم وانا واحد منهم ان جميع اراضي المواطنين في الساحل الشمالي والمملوكة انتوا فاكرين من فندق تيوليب اللي السيتة طلعت في فيديو قالت للسيسي ان جات جهة من الجيش قالت تسلم الخرايط وبتاع الحاجات دي صاحب الرسالة ده بيقول لا ده مش بس الفندق بيقول جميع اراضي المواطنين في الساحل الشمالي والمملوكة لهم بعقود ملكية من الهيئات والمواصلات الحكمية من 25 سنة يتم وضع يد الجيش عليها من اكتر من سنتين تحت مسمى هيئة تطوير المجتمعات الأمرانية بالساحل الشمالي الغربي كمان بيلغوا جميع العقود القديمة وبيتم عمل تسعير بسعر المتر الان وبيباعها للمواطنين مرة اخرى وإلا يسحبوا الاراضي من الملاك يعني ملكية الارض لهيئة المجتمعات الأمرانية هي اللي تحدد العقد المسجل يدفع كام والغير مسجل يدفع كام باختصار يا استاذ محمد الجيش بيستولى على اراضي مملوكة لاشخاص او للدولة تحت اسم هيئة تطوير المجتمعات الأمرانية بالساحل الشمالي الغربي وبيعها للمواطنين بسعر اليوم كأنه شيء عادي ولا حد يقدر يفتح فهمه ده حتى شواطئ البحر المقابلة للقرى السياحية بتجبر ملاك القرى على تأجير مساحة من الشاطئ بسعر ألف جنيه لمدة أربع شهور في الصيف يعني كمان شواطئ البحر بقت ملكية خاصة للجيش بعدت لحضرتك صورة قرار الهيئة والاختار بالمهلة النهائية للتفاوض على الأراضي وياريت تطلع عليهم ادي الصورة ايه قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التصرف في أرض الساحل اتفرج يا عمي دي كارسة سودة يا جدع دي صعبة يا عم يتقدم المستثمر بطلبه لخدمة المواطنين بالهيئة ومش عارف ايه دي كارسة سودة دي كارسة سودة وقادي اختار المهلة النهائية بقا هيعرض هنا دلوقتي اه اختار المهلة النهائية منح مهلة نهائية واخيرة لتلقي طلبات التقاضي بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي القطاع الاول التاني التالت كما ورد بالإعلان التالي اجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي نظب نظب يعني مش بس فاندو توليب ده الجيش كمان حطي ايده على الساحل الشمالي الغربي ده حسب الرسالة مش حسب كلامي اهو حسب كلامي ده قدم الطلبات بمقار الجهاز بالكيلو مش عارف كام واحد وخمسين طريق اسكندريان متروح وعلى ان يرافق صورة رسمية النظب على ابوه شكرا يا استاذ ناجي وكان الله في عمكم منين ما يطلع في دماغهم فكرة طريق كبري مشروع تلاقيهم قفلوا الدنيا والمنافس كلها عالناس من غير وضع اعتبار لحل اصلا ولا ايه اللي هيحصل وتقول عالناس بقى بمصالحها ده كلام من الشكوى اللي جات لنا من عبدالله من البحيرة السلام عليكم اسم محمد بالله عليك وصلتنا رسالة احنا سكنين في قرية منشات صالح التابعة لقرية الابعدية مركز ضمنهور محافظة غربية القرية تقع على طريق ضمنهور الصفاصيف وهو الطريق الوحيد لنا وتم غلق طريق الصفاصيف تماماً لوجود اعمال تركيب الصرف تبقى لمشروع حياة كريمة رحنا اشتكينا المئة والان ما عندناش حل اشتكينا الحاكم العسكري قال روحوا للمحافظ رحنا مبنى المحافظة قاله وروحوا مجلس مدينة رحنا مجلس مدينة قاله ده تابع مشروع حياة كريمة وبيعمل تبقى لجدوى الزمني محدد وده تابع قوات المسلحة وليس لنا ندخل فيه قرية منشاط صالح بيها اكتر من سبع تلاف نسمة وعشان نوصل لقرب طريق لينا وهو طريق حوش عيسى بنمشي تلاتة كيلو منها اتنين كيلو تراب من غير اسفلت ومع دخول الدراسة وفصل الشتاء يزداد الوضع سوء ومش هفين نعمل ايه لا يا عم عبدالله انت ما طولتش هو بيقول انهم مضطرين يمشي تلاتة كيلو منهم اتنين في التراب طريق ترابي طبعا مع الشتاء بقى مطر يعني طينة لحواسة فين بقى الدولة جديدة فين اللي قالك اه هسلمكوا جمهورية جديدة كب يا حضرات والله كداب كان فيه حديقة جميلة في الجيد اسمها احمد عرابي كانت الحقيقة متنفس لناس بسيطة هناك او انت تقصد احمد عرابي اللي في الجيزة اللي فشال احمد عرابي هو يقصد كده يا حسني حسين تقصد اللي في يعني وانت ماشي اول اه يعني عند نادي ترسانة كده بتعدي تخشي مين تقصد الحديقة دي تقصد عد عمر فاندي يعني اللي فشال احمد عرابي ما عارفش تقصد اني حديقة بس يعني اذا كنت تقصد دي نعرف استاذ حسين الجيزة استاذ محمد يرضي ربنا كده شالوا حديقة احمد عرابي بالكامل عشان يعملوا كوبري دي كانت بتلمنا وكان كل الناس بتروح تتجمع تحكي وتتغدى فين وتتغدى هنقعد فين دلوقتي في كافيهات الميني متشارج ولا نتحبس بيوتنا ولا ايه بس انا بعتلك الفيديوهات خلينا نشوف يا حسين كده انت بتكلم علاني حديقة هيا الجنينة دي هو ده احمد عرابي اللي انا عارفها الجنينة دي الجنينة دي مسكة من من عند اول شارع احمد عرابي من شارع جمع الدول لحد ما توصلك لشارع السودان الناحية التانية بقى السكة الحديد وتخش بقى في البشتي اسمه ايه ده هو ابولاء الدكرور الحتة دي يعني هي دي الجنينة انا عارفها انا عارفها يا حسين اسمه حسين انا عارفها الجنينة دي وكانت جنينة كبيرة جدا فعلا وكان اهالي المنطقة دي على فكرة ايه في منطقة كويسة يعني انا اقولك على حاجة اه لما عمل الفنان محي اسماعيل فيلم اه الاخوة الاعداء بتاع حسين الدين مصطفى في السبعينات اه اعجب الرئيس السادات باداء اه محي اسماعيل وافتكروا فعلا مريض بحاجة عصبية وبعدين جابوا يعني طمن عليها الا الوقت ده لازم تعالجوه فلما قابل لما طلب يقابله استاد طلب يقابل محي اسماعيل فاكتشف انه شاب عادي يعني هو ممثل ودي واجات في دوره كان عامل دور المجنون اخهم المجنون المصاب بحاجة عقلية فقال له تؤمر بحاجة يا عايز طلب يا محي قال له عايز شقة فداله شقة في شارع احمد عربي لو الشارع ده عنده عمر فندي الشارع ده فيه حيوي جدا وفيه شركات كتيرة منها وفيه شركة نهضة مصر اللي بتطبع سلاح التلميذ والحاجات دي وفيه شركة نشر كبيرة بتاع غريبا حاجة محمد المعلم تقريبا هو بنته داليا وكده فيها شركات كتيرة جدا جدا وفيها عمر فندي وفيها استوديوهات واخرها خالص لما توصل لشارع السودان على الشمال مركز الكبد مركز كبير جدا وحاجة رائعة والكلة مركز رائع جدا وانا تعالجت فيه حاجة وجنينا فعلا كانت تيجي بالليل تجد اهالي بقى المنطقة دي كلها قاعدين في الصيف في الجنينة دي فانا شفتها حسين وعملت فيها فيلم تسجيلي بالمناسبة كان فيلم تسجيلي عن اطفال الشوارع لان كان فيه مجموعة اطفال بيعودوا في الجنينة دي وكنا عملنا معهم فيلم مع حد اجنبي في انتاج خارجي يعني فانا الحقيقة مش فاهم هما ليه بيعملوا كده يعني اهو حتى الخبر بيقول اهو حديقة احمد عرابي كانت حلوة جدا ليه يعني وكان فيه خبر في 2017 انه الانتهاء من تطوير حديقة احمد عرابي تمهيدا لفتتاحها معرفش ايه اللي حصل وليه هدوها او ليه بيعملوا كبري ايه بقى ايه الكبري اللي بيعملوا فيها يا حسين حيل عجوزة فعلا ايه الكبري اللي بيعملوا فيها مجرمين مجرمين بجد يعني مجرمين بجد يا حضرات بجد والله يعني عندهم عداء مع الخضار بشكل رهيب دي حديقة للغلابة ببلاش ببلاش رئة احنا الوقت دي فهناخد فاصل وروح تريند اهلا بكم يبدو ان اللي عملوا برنامج مصر النهاردة مع المتحدث العسكري لاسرائيل افخاي ادرعي ده الحقيقة الاسبوع اللي فات ساب اثر تقيل حبتين على افاه وخلى اعصاب الخارجية الاسرائيلية مجدودة وده اللي زهر في البوست على حساب اسرائيل الكلمة العربي التابع للخارجية الاسرائيلية واللي بيعبر عن مدى القهر من الانتصار المصري ومحاولة التشكيك فيه لما رد على احد المتابعين اللي كتب عيد نصر سعيد الحقيقة رد قال الصفحة قالت اواحد كتب اهو عيد نصر سعيد كتب صفحة اسرائيل العربي رد قالت لو كان انتصارا كما تدعون ما كان الرئيس السادات يحتاج الى زيارة اسرائيل لا احد يزور اقصامه يعني لو كان فعلا ضعيف وراح الحساب بتاع العربي اسرائيل اورد فيديو هنا لبنت تعبانة مخة تعبان جهلة ارفخ معرض بتاع البوس ده مقطع لفيديو للبنت دي بنت يوتيوبر جهلة واللي بيشتغلوا معاها جهلة بتقول او بتشكك في ان احنا انتصارنا في 6 اكتوبة يعني فيديو ناس كتير بتقول ناس بتقول كده يعني فالبنت دي عايزة تركب الترند عايزة تعمل حاجة فعملت فيديو وقالت فيه دي احنا ما انتصرناش حاجة في 6 اكتوبة وده رأي اوكي عادي جدا ان اي حد يقول اي رأي في الدنيا بس اللي حصل بقى ان لقينا اذورها جامدة جدا وناس بتطالب بمحاكمة البنت دي وسجنها وطلع هاشتاج بانوان محاكمة رهام عياد زي ما كتبت الاستاذة فاطمة على حسابها قالت انا شايفة ان رهام عياد بعد اللي عملته ده لازم تتحاكم عسكرية لانها شككت في انتصار عظيم شافوا العالم كله محاكمة رهام عياد فاطمة عايزة تحاكم رهام اللي هي المدنية تحاكمها محاكمة عسكرية مرة واحدة ليه يا جماعة ده مجرد رأي رأي جاي نتيجة جهل جاي نتيجة نقص معلومات جاي عايزة تركب الترند بس في الاخر هو رأي يترد عليه برأي ليس سجن زي ما كتبت عسمة محاكمة اهي بتقول اهي بتقول اه اه او كتب رئيس عسمة هو كل واحد اول او واحدة الرأي خطأ عايزين تحاكموه ما تردوا عليه بدل من معالجة الخطأ بالخطأ رهام ما كانش حد عارفها ولا بيسمع عنها اهي كيسبت شهرة ما كانتش تحلم بها من الهاشتاج بتاعكم عندك حقيق او استاذ عسمة وتحياتي لحضرتك والله انا شخصيا الحقيقة ضد حفس اي حد بتهمت الرأي مهما قال ومهما كان رأيه لانه زي ما قاله استاذ عسمة كل واحد عنده رأي ورأي مخالف لو انت وفقت على حبس اي حد لمجرد ان رأي مخالف فالعجلة هتدور وهتتسجل انت كمان عشان رأيك ثم رهام نقلت اراء مكتوبة لناس تانية بتقول نفس الكلام امال اللي شغالين شتيمة وهجوم الليل وانهار على الدين عادي يعني لما حادي يشكك في نصر اكتوبر العظيم نطالب بسجنه بس اللي بيشكك في الدين واللي بيشتمي الدين وبتاع عادي جدا حرية رأي ولا دي عشان معركة طرية زي ما بيقول احمد احمد بيقول اه يا بلد مجيش اللي على الغلبان عايزيني حاكم واحدة بتعمل برنامج بيجيب معلوماتها من مذكرات وكتب الناس اللي شهد على اللي حصل ويسيبوا اللي بيكلم في الدين ويشتموا في سوابة الدين واللي يهديبوا القيم القصة في القنوات عادي ده احمد على الناحية التانية كان فيه هجوم مزدوج من النشطاء على الصفحة الاسرائيلية للرد على محاولاتهم للتشتيك في نصر اكتوبر فكتب لهم ميكي ازاي لو انتوا انتصرتوا تنسحبوا وتسيبوا الارض ده ميكي اللي قالها لهم او حساب باسم ميكي يعني اذا كانت سرائيل انتصرت او حتى لم توزم فلما سلمت الارض وقررت الانسحاب ما شاهدنا منتصر يا ساحب ويترك الارض اللي احتلها انت وصيتوا في بيجامات الكستور واللي ايه اللي بسهلكم استادات ده كان تعليق من صاحب حساب اسمه سمية او اسمها سمية بس غالبا سمية خدته من محمد هنادي وما لسه استادات رجع لكم جودتكم بالبيجامات الكستور لمواقعنا ضعيف سيبك انت انت كنت هتاكل منك منكم حتى كنتم امر على بيجامات الكستور فيه فئة ثالثة من الناس على مواقع التواصل وقفوا شوية وفكروا وبعدين يقارنوا قارنوا ايه بايه بقى بعض النشاطات ربطوا ما بين هاشتاج البنت دي وبين افعال السيسي وتسألوا مين اللي يتحاكم ايه اللي خان بالكلام ولا اللي خان بالفعل ده اللي كتبوا حساب باسم تومي تومي قال بالنص كده انه بنحاكم محاكمة رهام عيادة عشان خانت بكلامها ولا اللي بقى وخان وقتل وتجسل ونزل ووقع على بيع مصر نعمل معاه ايه هي دي الحقيقة نظام بيغتال روح نصر اكتوبر كل يوم ويفرد في السر والعلن في ارض مصر كل يوم فبلاش بقى شغل النباتشية اللي طالعين يعملوا او يحملوا موضوع للشعب زي كلام عمر اديب لما قال لما حد يجي يسألك عن يسألك عن هي فين روح اكتوبر اقول له روح اكتوبر غير موجودة احنا خناك نروح اكتوبر مش هو ده نفس الشعب بتاع اكتوبر هذا شعب آخر لأسباب مسؤول عنها وأسباب غير مسؤول عنها يا عمر زي ما قلت لك من شوية الشعب زي ما هو بس القادة بتوعنا بتاع اكتوبر ما كانوش بتوع خط جنبري ولا كانوا بيبيعوا صلصة ولحمة كندوز ولا كانوا بيفراتوا في تران وصنفير ولا كانوا بيقليشوا الناس ويقلعوهم مالط وياخدوا املكهم ولا كانوا بيخلوا التران الاسرائيلي يرمح ويعمل خمسات على السماء السماء بتاعت السيناء ادخن واحد في القادة دول زي ما قلت لك كان بركب عربية تعبانة مش زي اللي بنشوفهم دلوقتي فيلال وقصور وصريات وعزب وفنادق بتعمل حساب الشعب اللي طرعين دلوقتي يقولوا ان هو شعب تغير على اي حال هنطلع فاصل خليني اقولك بعد الفاصل هتشوف ايه بعد الفاصل اثناء ذكرى اكتوبر ظهر جمال مبارك ابن الرئيس الاسبق حسني مبارك ظهر في قبر والده ببيمش حاجة تانية بيزور قبر والده والده كان واحد من اهم قادة حرب اكتوبر وكان له باع كبير في نصر اكتوبر سواء في بناء سلاح تيران او اثناء الحرب نفسها لما ظهر الاخ جمال مبارك الدنيا اتقلبت عليه ونشرت صورته وفيديوهاته لكن فجأة الصور دي تشالت واغبار جمال مبارك تشالت بأمر اداري كده بدأت ناس تقولت اما جمال مبارك يطلع ويترشح للرئاسة ناس تانية طلعت قالت لا جمال مبارك يطلع ازاي ده احنا عملنا عليه صورة والتوريس والاشياء وان اللذينة يقف السؤال هو من حقيقة جمال مبارك يطلع بصورة اه قصدي يترشح لأس الجمهورية ولا مش من حقه وماذا فعل جمال مبارك عشان ما يترشحش ثم ان جمال مبارك الحقيقة القرآن بيقول كده لا تزر وزره وزره اخرى ابو كان فاسد مثلا ما الجمال الناس بتقول كده انت بقى مع ان جمال مبارك اصبح مواطن صالح مع لهش قضية ومن حقه اه يترشح ولا لا ولا ده ضد بقى العقائد والمبادئ والى اخره ده اللي هننقشه بعد الفاصل فاخر فقرة جمال مبارك من حقه ولا مش من حقه بعد الفاصل اهلا بكم في الفقرة الاخيرة انا رأي ان حريت الرأي انا مع حريت الرأي اللي شايف ان جمال مبارك ده بطل هو حر اللي شايف ان جمال مبارك ده خاين هو حر لكن حريت الرأي برضو لازم يكون فيها منطق بمعنى مش من حقك تمنع جمال مبارك انه يترشح وانه يبقى رئيس دولة وانه ينزل الانتخابات مش من حقك الا اذا كان عندك حجة قوية بتقول ان جمال مبارك ده مثلا سرق اصال البلد او اتل الناس في ربعة او اتل الاغباط في مسبيره انما ما عندكش اي قارينة للقصة دي يبقى مش من حقك اطلاقا انك انت تقول جمال مبارك ما ينزلش او لو من حقك ان جمال مبارك ما ينزلش وانت شايف كده وما ترشحش جميل جدا وانه انا طلقنا بصور عليه وانه هو حاجة صعبة جدا جميل قوي بس قول لي مبررك ايه قول لي انت استنت على ده علي انت حر في رأيك لكن عادة في الانظمة غير الديمقراطية بتحاول تظهر قدام شعوبها انها مسيطرة وقوية وعنيفة اذا لازم الامر الا انها في الحقيقة انظمة بتخاف من خيالها من ساعة ما ظهر جمال مبارك على قبر والده في يوم ستة اكتوبر او سبع اكتوبر حصل قلق مكتوم داخل نظام السيسي لدرجة ان موقع القهارة 24 اللي نزل الفيديوهات والصور حزفها اضطرل حزفها وحصل بقى جدل متجدد حول حزف قبر زيارة قبر حسن مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتعتبر يعني صوت بعض الناس مش كل الناس وانا دايما عندي رأي بقول ان كل الوسائل دي سواء الفيسبوك وتويتر والانستجرام وكلاب هاوس والحاجات دي دي صوت قلة من الناس مش كل الناس يعني على مواقع التواصل ظهرت الحقيقة حملات التكميم دي كان فيه جدل كبير جدا بين مؤيد ومعارض لعودة جمال مبارك للمشهد السياسي الناس بتعتبروا انه ربما يكون طوق نجالل في وقت من الاوقات الناس بتعتبروا لا الناس رفع شعار ولا يوم من ايامك يا مبارك وناس تقولك لا ده احنا قمنا عليه بصورة هنشوف فيديو جراف ده الحقيقة مع ظهور جمال مبارك بالشكل ده التغريدات معه وضد عودة جمال مبارك النائب السابق ورئيس حزب الكرامة سابقا احمد طنطوي شاف انه مصر دلوقتي بقت محتاجة لبديل هل احنا مصر محتاجة لبديل بديل مدني ده اللي قاله النائب احمد طنطوي طبعا ما كانشو صد جمال مبارك ويصد اي حد يعني نسمعوا كده هل من حق هل انت تؤيد انت كمشاهد تؤيد جمال مبارك في انه يبقى بديل مدني او انه ترشح للانتخابات ام انك ضد هذا الامر وترى ان جمال مبارك هو ايضا اسوأ من السيسي ده اللي هنقشه مع ضيوفنا في هذه الفقرة الاستاذ مختار كامل المحل السياسي اهلا بك يا استاذ مختار اهلا بك يا استاذ مختار والاستاذ احمد الشيخ الكاتب الصحفي استاذ احمد اهلا بحضرتك اهلا بك استاذ ناصر وسعيد موجود معك مرة تانية وانا كمان والله استاذ احمد سعيد بحضرتك جدا استاذنك استاذ احمد ابدأ مع الاستاذ مختار انا بقال كتير جدا لم نتشرف باستضافة الاستاذ مختار استاذ مختار كيف تابع تظهور جمال مبارك يوم 6 اكتوبر وزيارته القبر والده واصداء هذه الزيارة شكرا يا استاذ ناصر فعلا بقالنا كتير ما تقبلناش فهي فرصة برضو يعني جمال مبارك كان سبب في ان احنا نتقدر طويلة دي كلها شوف يعني هو فيه عدة حاجات بالنسبة لهذا وفيه كلام كان متواتر ربما من شهرين ثلاثة ان هناك يعني وجهة نظر او هناك قوة وتكتلات وبالذات قوة اخليمية تنظر في امر المديل وتنظر في امر جمال مبارك على انه قد يكون حلا للمأزق الذي تمر فيه في مصر جمال مبارك والسيسي كلا هما يمتاني الى النظام المباركي النظام المباركي الذي ظل لثلاثين عاما ثلاثون عاما يحكم مصر وادى الى قدر كبير من التجريف السياسي ما حدث انه السيسي طبعا ومعظم الناس اللي هما موجودين معه في المجلس العسكري دول طلعين واترقوا واتربوا في عهد مبارك فهم متشربين بالمبادئ النظام المباركي ولكن ما حدث هو انه ظهر لمن اياده السيسي انه قد يكون عبءا على استمرار هذا النظام بسبب يعني انه دكتور زيادة عن اللي زوم انه بيفهم بسرعة شديدة زيادة عن اللي زوم فبيبوز الدين وبالتالي فهناك طبعا لابد يعني انا اتوقع ان يكون لدى هذه الجهات الخطة به او الخطة البديلة ماذا حدث وخاصة بقى على دول تفاقم الازمة الاقتصادية وازمة الديون وازمات الجوع وتدهور الخدمات التعليم والصحة الى اخر هذا الكلام المعروف الجميع وبالتأكيد ان اجهزة المخاطرات سواء المصرية او الخارجية يعني ترسل وترى ان الناس في حالة غليات بس انت يا سيد مختار جمعت الناس في المخاطعة جمعت ترى ان الاثنين جمال والسيسي من النظام المباركي الذي جرف الارض السياسية الذي قزم دوره الى اخره يعني صحيح اذا رأيك امتداد لهذا النظام واحد امتداد بيولوجي يعني عضوي وسياسي والاخر امتداد سياسي وانتمائي لانه متربي في هذا العهد طيب خلينا اروح لستاذ احمد الشيخ استاذ احمد يعني برغم كلامنا ده وكلام الأستاذ مختار وربما حالك تتفق معه وربما قالوه يعني ناس كتير تتفق معه لكن سمعنا من يردد على المقبرة بتاعة حسن مبارك انه جمال هو القادم ان شاء الله بل ان البعض ذهب الى انه لو نزل جمال مبارك الانتخابات امام السيسي يعني سيكتسعه طبعا مشهد سريالي صعب يحدث لكن اذا حصل سيكتسع جمال مبارك لديه شعبية هل ده عكس رأينا او مضاد لصورة يناير ام ان المواقف تغيرت يا استاذ احمد دعني اولا اتفق مع الانستاذ مختار كامل في التحليل الذي قدمه ووافقه تماما لكن اريد ان اذهب به مسافة زمنية ابعد يعني هو اتحدث عن النظام المباركي وان سيسي وجمال مبارك ضمن النظام المباركي وارى هذا الكلام صائبا لكن اقول انهم ضمن ليس فقط النظام المباركي ضمن النظام العسكري الممتد منذ سبعة عقود يعني لان النظام المباركي لا ينفصل عن النظام الساداتي لا ينفصل عن النظام الناصري فيما يتعلق باسلوب الحب وليس السياسات الاقتصادية والوطنية والاجتماعية وبالفعل انا ما اراه ان ظهور جمال مبارك ليس يعني مناسبة شخصية يترحم على قبر والده هي مظاهرة سياسية علنية يعني لانه لو كان الامر يتعلق بطرحهم على والده كان تم في السر وفي وقت لا يوجد فيه ناس نهيك عن هذا تكره عالنية تقصد انه جمال ارادها عالنية يا استاذ احمد تماما تماما وقبل ذلك استاذ ناصر في زيارته في التعزية في وفاة الشيخ زايد الشيخ خليفة الشيخ خليفة قدم في العزاء يعني تقريبا ترشيح سياسي بس ما زنبو يا استاذ احمد انقاس في المقاطعة بس ما زنبو اذا كانت هو رجل نجم وقائد يعني رجل مشهور في المجتمع اين ما حل بالنسبة تصوروا فيديوهات وبتاع ده مش زنبو لا هي يعني صحيحة مش زنبو لكن كان من الممكن لو لم يكن له طموح ان يعني يتصرب بطريقة اخرى ان يتكلم بطريقة اخرى يعني في الامارات تكلم قدم مفردات ترشح رئاسي يعني ده ما يقول بيان للتاريخ واحمل على عاطقي هذه ليست كلمات طنغدة رجل يسعى بشكل واضح وصريح واتفق معك انه هذا حقه يعني لكن من حقنا ايضا ان نرفضه ونرفض السيسي ونتمنى زوال هذا النظام بكل رموزه يعني ليس من المعقول ان نعيش في كنف هذا النظام يتغير شكل ويأتينا شكل اخر وتستمر هذه الدوامة نحن نحلم منذ سنوات وشعبنا ضحى تضحيات هائلة لكي يحقق نظام حكم مدني يسود فيه القانون ما هو جمال مبارك مدني يا أستاذ أحمد ما هو جمال مبارك مدني لا 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 انا لا اتفق معك وستاذ ناصر لا 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 مش مهم انتبقش مش مهم انتبق بس هو انت هل هل سمعت ان جمال مبارك حصل على درجة عسكرية درجة مدنية لا اسمح لي اقوض حزين نقطة وستاذ ناصر ليس كل من لبس بدلة مدنية معنى هذا انه غير عسكري لا هو من الدولة العميقة وابوه يعني احد اكان النظام العسكري وهو اصلا لم يكن لينفصل عن النظام العسكري القائم يعني انت انت رأيك انت ضد اذا في حالة انت ضد منح جمال مبارك فرصة للترشح للقاس الجمهورية لا لا اقول هذا اصد ناصر من حقه ان يترشح لكن اقول من حقنا ان نرفضه ونرفض السيسي وكل اشبه هؤلاء العساكر يعني واجب التنويه مع التأكيد بان جمال مبارك ليس رجل عسكري برضو هتفضل انت هتفضل تقول لي عسكري وانا هفضلك مش عسكري انا حر طيب اقول الاستاذ مختار كامل استاذ مختار ذكر الاستاذ احمد الشيخ الان انه اذا فكرنا بالبيان اللي اعلنوا جمال مبارك في الامارات وانه كان بيان يحمل صغة واحد صاحب مسئولية يحمل على اكتافي السؤال بقى بعد الناس بسأل ما الذي يبعد يد السيسي الباطشة عن جمال مبارك هل هو الامارات هل تقف الامارات وراء جمال مبارك هل يقف النظام السعودي وراء جمال مبارك بحيث انه يمنع ان يبتش به عن فتاح السيسي الامارات بالتأكيد هي اللي بتمنع انا مش متأكد من موقف النظام السعودي والنظام السعودي كانت علاقته جيدة جداً بمبارك وبيموتوا فيه إنما ما فيش عندي دلائل قوية لكن الدلائل القوية هي الإمارات بالتأكيد يعني وهو ظهر في الإمارات وبعدين هو هالجمال مبارك أو غيره يعني كان يجرؤ أنه هو يظهر في مصر بالشكل اللي ظهر فيه وبالطريقة دية وواقف يصور وحواليه اثنين من عساكر الحرس الجمهوري أو حاجة زي كده وداخل مصر ومش هيعتقل ده سامي عنان بس اللي هو كان رئيس السيسي صرح برغبته في أنه وأحمد شفيق ترشح في الانتخابات شوفه بس أحمد أحمد ترشح من الإمارات أحمد شفيق أعلم من الإمارات آه بس في ظرفه آخر يعني أعلم من الإمارات وربما الإمارات يعني الإمارات لم تكن أو لم تحميه ربما شجعته والله أعلم لماذا حامد بقى جمال مبارك؟ جمال مبارك واضح أن حماية إماراتية بالتأكيد يعني وإيه بقى اللي وراء الحماية الإماراتية؟ هل فيه زي سؤالك في حماية سعودية؟ هل فيه حماية دولية؟ يعني أنا متصور أن هناك عدد أو عدد محدود من الشخصيات ينظر في أمرها على أن تكون البديل خوفا على من انهيار النظام المبارك وبالتالي جمال مبارك أحد هذه الشخصيات المحدودة وبالتأكيد يتمتع بحماية الإمارات بشكل أو بآخر ما عرفش إلى أي مدى هل بيدفعوا إلى هذا أم لا أنا مقولش كده أنا بقول أن فيه حد أدنى من الحماية تسمح له بأنه ينزل في عقل دار السيسي وفي احتفالات 6 أكتوبر بالشكل اللي هو ظهر به وكأنه مرشح رئيس أيضا قد يكون هناك يعني زي ما تقول إيه بينظروا في أمره دوليا وبالتأكيد هو الراجل بيسعى مساعي حميدة أما مسألة أنه مدني فهو بالتأكيد مدني وهو اعتراض المجلس العسكري كان لعدة أسباب على مسألة التوريس من ضمنها أن جمال مبارك يقول لك ما لبسش البدلة الصفر لازم يلبس البدلة الصفر حتى حسن مبارك كان لبس البدلة الرمادي لأن الطيار قال لك لا 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 ده لبس الصفر لأنه دخل الحربية الأول وبعدين نقل على الطائرات طيب أستاذ جمال لو سمع يعني سؤالي ما المانع إذا كان أحمد تنطوي بينادي بأن نحتاج لبديل مدني ديمقراطي يملعين الناس ما المانع أن يكون جمال مبارك هو خطوة تمهيدية للوصول الهدف اللي بيسأل عنه أستاذ أحمد الشيخ اللي هو أن هذا النظام ينتهي بالكامل لماذا لا يكون جمال مبارك خطوة تمهيدية في طريق إحلال هذا النظام العسكري أستاذ أستاذ كامل أستاذ مختار سؤال شوف هو ده محتمل ليست الخطوة المسلمة والحقيقة في الظروف زي ظروف مصر حاليا والاضطرابات العنيفة الموجودة فيها يصعب جدا أننا نطمح إلى خطوة مسلمة لكن قد يكون خطوة تمهيدية الله أعلم بقى إيه اللي يحصل بعدها يعني ربما أنه هل يعني ترشيحه أو إذا فاز هل هناك الشرطات مسبقة عليه يا عم لو فوزت هتعمل كذا وكذا 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 هتفتح الأمور شويتين وهو إلى آخر ولا لا أنا ما عرفش إيه السياسة الخارجية بتاعت جمال مبارك ما عرفش إيه الإيديولوجية السياسية بتاعته ده رجل أعمال وأحط نفسه برجاء الأعمال إلى آخر فدي نقطة إذن إجابة على سؤالك قد تكون خطوة تمهيدية أما ما بعد هذه الخطوة التمهيدية فشيء مجهول ولكن في نفس الوقت أستطيع أن أقول أن أي شخص آخر هيجي هيبقى شيء مجهول المهم في هذا الموضوع السؤال التالي هل جمال مبارك أو غيره سيأتي في انتخابات نزيهة نزيهة وكذا ولا هيشتغل الرشاوي والدعايات والناس مش عارفة دمين ودمين هل هناك تعكدية سياسية في مصر بحيث أن أنا أقول أنها أعمل انتخابات نزيهة هل الناخب المصري هيبقى حر تماما في الاختيار وعنده كل المعلومات عن جمال مبارك وطمطاوي وألف وبيه وقين من المرشحين بحيث أنه يختار اختيار واعي هل لدينا حرية معلومات هل لدينا حريات سياسية تسمح في هذا هل قوانين الانتخابات سوف تحمي المرشحين اللي ما عندهمش إمكانيات مادية بحيث أن ما يكلهمش الناس أصحاب الملايين هو ده السؤال المهم أولا هل سيأتي اللحظة التي تجرى فيها انتخابات لاختيار بديل السيسي ثانيا هذه اللحظة هل تكون الانتخابات فيها نزيهة ومحايدة والناخب المصري سوف أتخذ قراراته بناء على المعلومات سليمة أو لا أنا أشك في هذا طيب أروح أستاذ مختار أستاذ أحمد الشيخ أستاذ أحمد لماذا يسوي البعض بين جمال والسيسي البعض يضعهم في نفس الدرجة في نفس السلة بينما الحقيقة البعض الآخر رد بأنه جمال مبارك ليس طعونا جمال مبارك لم يقتل الناس في الميادين جمال مبارك لم يسجن المعارضين فلماذا يضع البعض جمال مبارك في نفس القدر من التساوي مع عبد الفتاح السيسي هو بطبع يعني وضع الاسنين في سلة واحدة مئة في المئة كلام غير دقيق يعني لكن أيضا من الصواب القول أن الاسنان أبناء للمنظومة الحكم العسكري القائمة جمال مبارك ليس بغريب عن هذه المنظوم وإذا رشح نفسه فلن يكون في قطيعة مع هذه المنظومة ولو عرفوا أنه في سيحدث قطيعة مع هذه المنظومة ما كانوا سمحوا له طبيعية مش اللي انت بتقوله ده سيد أحمد أنا أسف المقاطعة المرة الأخيرة بس مش انت اللي بتقوله ده نوع من الرومانسية السياسية أنه انت تريد أن سيد مختار ضحك على فكرة أنا ألا تراها معايا أنها نوع من الرومانسية السياسية أنت تريد أرض خصبة وعالم مثالي عليك أن تتفاوض يا رجل في الأول يعني أن تأخذ جزء وتتفاوض على البيان لماذا نريد كل شيء مرة واحدة لا شوفوا سيد ناصر في السياسة هناك مدرسة تسمى الواقعية السياسية التي تصفها أنت الآن وهناك مدرسة يعني يمكن أن نسميها تجاوزا السياسة الأخلاقية يعني أو السياسة المبدئية نحن عانينا كثيرا من السياسة الواقعية ودفعنا أثمان باهظة يعني وأنا ضد هذه المدرسة على طول القط يعني وأرى أن مسألة أنك تتفاوض مع النظام وتقدم وجه آخر كما يقول معظم الناس أننا أمان مثلا استبداد قبيح السوداد الجميل الاستبداد الجميل سيقدمه مثلا جمال مبارك هذه بالنسبة لي نقطة الاستبداد هو الاستبداد وعلينا أن نكون جزريين في اللحظات الكوارث لأن بلدنا قضية لا تنفع الواقعية السياسية عندما تكون بلادك على مهب الريح تبو هي الرومانسية السياسية ماذا فعلت يا أستاذ لا هي ليست رومانسية السياسية أولا الحفاظ على الحلم لدى الناس إنقاذ الناس من اليأس لأن الواقعية السياسية تدمر ما تبقى للناس أخي محمد علينا أن نستمر في الحلم في الحفول على نظام حكم يليق بالشعب المصري مثله مثل بقية شعوب الدنيا يعني أن يعيش في نظام يفضع للقانون تستطيع أن تعزل الحاكم ورقع الحال أن الواقعية السياسية لا تسمح لنا بهذا يعني إما كل شيء أو لا شيء لا أنت سمعني أنا أقيم عاليا جهودك ودور الذي تلعبه وأنا أراه حتى بمثابة حزب سياسي هذا البرنامج يعني لكن أخشى من نظرتك الواقعية للأمور أن تبعدنا قليلا عن الوجهة الصحيحة التي ينبجى أن نتير عليها وأكرر أنا لست أيضا مع الأستاذ مختار كامل فأنا أتحدث عن النظام المبارك مصر مشكلتها مع النظام العسكري الذي تم تأزيل صفة 54 وحملنا كل هذه الكوارث السيسي ليس غريبا عن هذا النظام السيسي استطاع من خلال هذا النظام أن يقوم بكل هذه الكوارث ولكي تنتهي هذه الكوارث عليك أن تحذب هذا النظام الجزرية وأن تعلم الناس السير في هذا الطريق الطريق الآخر يعطيهم كسرة خبز حتى يسدوا رمق الجوة لكن يستمر الجوة وتستمر الهزيمة ويستمر الانتصار ولا أعتقد أستاذ ناصر أنك تسعى إلى هذا يعني بس أنا دوري يا أستاذ أحمد أن أنا أسعى إلى أن أنا شكلك أستفزك أنت يسعدني وأنا طيب على كل حال أنا بحترم رأيك جدا أستاذ أحمد بسخيني أروح له أستاذ مختار أستاذ مختار يعني إما كل شيء أو لا شيء هذه مدرسة أو مش كده أو أنها مدرسة ترى أنه ترفض الواقعية السياسية كيف ترى أنه مدرسة الواقعية هل أنت مع مدرسة الواقعية السياسية أم أنك ترى أنه لا يعني نحن الآن في حالة ثورة ولا بد أن تؤتي هذه الثورة في مرعب الكامل وإلا لماذا سقط كل هؤلاء الضحايا مع أي رأيين أنت تميل يا أستاذ مختار هو الحقيقة لتكلم عنه الأستاذ أحمد يعني مشكلة خطيرة في السياسة السياسة يتعرف أحيانا بأنها فن تحقيق الممكن هو بيكلم عن الواقعية هي الحقيقة يعني هو جايز بيكلم عن نوع من الضعف السياسي أو الانتهازية السياسية أو كذا إنما يعني هو بيكلم عن المنهج التدريجي مقابل أن لازم كل حاجة تحصل مرة واحدة أو على الأقل معظم الحاجات تحصل مرة واحدة التوازن بين الحتتين دون من أصعب وأدق الأمور التي تواجه رجل السياسة ورجل الدولة ومتخذ القرار السياسي والمستشار الذي يستشيره متخذ القرار السياسي كيف نوازن بين هذا وذلك؟ لأن كل منهم له مزايا وعيوب أنا متصور أنه للأسف الشديد فكرة أنه يبقى فيه ثورة كاملة والحصول على كل شيء هذه هي يعني احتمالات قضائلة بسبب لأسباب كثيرة يعني لو حبيت تبقى تسأل فيها أيضا الخطر من مسألة المواهمات برضو خطر يعني يعني يا أستاذ مختار خلينا أقولها لك بالبلد عشان وقت خلص بس أنا أقول هذا الكلام أقول وهو هو الأستاذ أحمد الشيخ يعني إذا قيل لنا إذا قيل لنا يا أستاذ مختار أنه المجيء بجمال مبارك هيفرج عن المعتقلين والسياسيين والمعارضين أليس في ذلك رحمة بأسر بآلاف الأسر ربما ستين ألف أسر أم ننتظر حتى يأتي جدوه لا أنا ما أقولش كده ده برشامة مهدئة أنه هو يفرج لك عن المعتقل ده مصر كلها في المعتقل يا رجل يعني تبتكلم عن كام معتقل طبعا مع كل الاحترام والتقدير والأسى لهم إنما العملية مش كده أنا هميني عايز جمال حضرته ييجي يشرف ويدي فرصة غيره هيجي بطريقة ديمقراطية هيجي بانتخابات نزيهة وانتخابات سليمة أهلا وسهلا بالطريقة اللي أنا كنت شرحتها في جبعة بشأن سهل غير كده يبقى ما عملناش كتير يعني يعني إحنا دخلنا من ديكتاتورية عسكرية إلى ديكتاتورية مدنية بشكل أو باخر من ديكتاتورية السلاح إلى ديكتاتورية رأس المال إنما عايز تتفضل آه عايز تقول كمان بالمناسبة يعني محدش يتكلم عن إقرارات الزمة المالية ومحدش يتكلم عن علاء مبارك وإلى آخر الكلام لكن خلاصة الكلام انتخابات حرة ونزيهة وناخد لديه المعلومات الكافية لكي ينتخد بشكل سليم أهلا وسهلا بشكرك المحل السياسي الأستاذ مختار كامل بشكرك جدا يا فندم أستاذ أحمد هسألك نفس السؤال يعني إذا أتى زي ما افترض أستاذ أحمد أستاذ مختار كامل إذا أتى جمال مبارك من خلال انتخابات تشريعية نظيفة شفافة يعني لا تشبها شائبة ما المانع أنه يأتي يا أستاذ لا لو حدثت هذه الانتخابات بالشكل الذي وصفه الأستاذ مختار لن تأتي لا بالسيسي ولا بالجمال مبارك أخي العزيز ستأتي بشخصيات أخرى يفرزها المجتمع المصري تعبر عنه تدافع عنه شخصيات مدنية حقيقية تؤسس جمهورية جديدة في مصر تقطع مع الجمهورية القديمة برؤسها ناصر والسادات ومبارك والسيسي ويمتعي الشعب المصري من كل هذه الألام ويعود يستأنف مسيرته وحضرته من جديد طيب سؤال اللي كنت قلته والسؤال المختار كامل من شوية ماذا لو أني أنت عارف حضرتك طبعا أستاذنا وفاكر كويس جدا عندما قبل أن يموت الرئيس السادات بأيام أو بشهور قليلة كان في سبتمبر سجن 1500 معارض ما بين مسيحين ومسلمين وليبراليين وملاحدة إلى آخرين ثم عندما قتل الرئيس السادات أتى الرئيس حسين مبارك فأفرج على دفعات عن كل من اعتقلهم السادات في سبتمبر في 5 سبتمبر السؤال إذا كانت دي هتحصل إذا كان المجيب بجمال مبارك سوف يكون يعني أحد ثماره أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ما البانع شوف طبعاً لا يستطيع أحد أن يعارض الإفراج عن الناس الأبرياء الذين ضحوا بحياتهم وأصارهم لكن أنت لم تسأل لماذا اعتقل هؤلاء الناس يمكن أن يعتقلوا مرة ثانية إن لم يتغير النظام المسألة ليست في الإفراج عن هؤلاء المسألة في تغيير النظام الذي سمح بسجن أبرياء فإذا كنت ستفرح بخلوق ستين ألف ويبقى بنظام كما هو أصد ناصر فكأننا يعني لم نفعل شيئاً ولما يعني نحترم ضحيانا ولا الأبرياء الذين قتلوا وعذبوا وسجنوا ثم نبتهج لمجموعة قليلة أو كثيرة خرجت لا تغيير النظام هو الأساس وإذا تمت انتخاباتنا زيها حقيقية وسمحت بأكثر من مرشح وتم مراقباتها دولياً صد أن لا الجمال ولا السيسي ولا كل هؤلاء الأقزام سيصلون إلى الحكم أبداً يعني بشكرك الكاتب الصحفي سيد أحمد الشيخ بشكرك جداً وعلى فكرة يعني أنا بس كنت بنكشك يعني عشان بس أنت قلت لي الواقعية السياسية أنا لا أعرف الواقعية السياسية ولا أعرف غير الواقعية الفنية لا أعرفش الواقعية السياسية دي أخبارها هي بشكرك يا سيد أحمد جداً الله يخبر شكراً على أي حال المقرج بتاعنا بيسألني أو مرة ما يتكلمش على الوقت اللي طول لكن سألني وقال لي هو السيسي يعني يسمح له جمال مباركة رانشح ولكن المقرج الحقيقة من دولة عربية الشقيقة أنا بعزها جداً مش قادر أقول اسمها دلوقتي وعارف أنه هو المقرج خبيس شوية شويتين هو يعلم أن السيسي لن يسمح عشان كده يا أستاذ أنا سألت الأستاذة مختار كامل وأستاذ أحمد الشيخ لماذا من الذي يكف يد السيسي عن جمال مبارك هل هي الإمارات هل هي السعودية اللي أنا أعرفه واللي وصلتني معلومة عنه زمان مش دلوقتي زمان جداً أيام ما كان جمال أيام ما كان الرئيس مبارك حي والله وأنا أقول الكلام حسب ما تقال لي كان علاء مبارك ناشط شوية كتير جداً في التويتر فبلغني أنه السيسي بلغ لأحد الأشخاص رسالة بلغ علاء مبارك أنه لو ما سكتش أنا هواريله ما شافوش طول عمره قسم بالله العظيم والله أنا قلت الرسالة زي ما وصلتني بالضبط أن السيسي أبلغ شخص ما أن يكون وسيطاً ويبلغ علاء مبارك أنه لو ما بطلش اللي بيأمله هواريله أمر ما شاف وأن هذه الرسالة لم تصل مباشرة إلى علاء مبارك بل وصلت إلى الرئيس مبارك نفسه لأنه علاء محدش كان يوقفه في انتصرفاته غير أبوه الرئيس مبارك فتوقف علاء فترة طويلة عن ما كان يكتبه والله المعلومة صح المعلومة غلط والله أنا قلتها زي ما وصلتني وقسماً بالله يوم ما ما أحكي وصلتني من مين من حد جامد جداً بسي ما دارش يقول طبعاً خوفاً عليه وعلى مصلحته على أي حال أنا يعني الحلقة خلصت حد كده إلى أن نراكم جداً إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مص النهاردة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير جايلك بمديدي عشان تقومي يا اللي انتي اسمك بالوريدي والمجمومي محلم أفتح ألادي للك راح وعالك والزرع اللي ظهر في مصر بكرة كان أصل طالعاً في مصر بكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر